موسيقى 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 اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بالتأكيد لسه زعلانين لسه متضايقين لسه غطبانين لسه مصدومين من اللي حصن مبارح طبيعي يعني بعد ما خلصت الهوى مبارح غضب اللي كان على الهوى مبارح لقيته عند كل الناس وناس كانت غضبانة اكتر كمان وناس زعلانة اوش والكل غاضب والكل متنرفز والكل شايف ومنطقه انه يشوف ده ان دي مش المكانة الطبقية المنتخب مصر وانا داخل الهوى النهاردة دي حاجة مش محضرة يعني وانا داخل الهوى النهاردة احد الزملاء بيقول لي انه مبارح ليه واحد جاره نقلوا المستشفى بعد المباراة عشان كان متعسم ومتنرفز جدا اسناء المباراة وعنده مشكلة في القلب اكيد الحكاية دي مش عند جرز منا بس اكيد عدت على ناس كتيرة في الشعب المصري ربنا يا رب يحمل جميع طبعا بس لا حد قدر ده ولا توقع ده ولا ادارة اتحاد كورة بتفكر في ده ولا منظومة كورة بشكل عام بتفكر في ده ولا مدرب ولا لعبين ولا اي حد عشان نبقى بنتكلم بأمانة يعني بيفري معي حاجة كل واحد بيفري معي كم مليون بتوء اخر الشهر ربنا يرزق الجميع مش هادي الحكاية وبصراحة انا مبارح كنت غضبان ولسه غضبان طبعا بس وإحنا بنحضر للحلقة النهاردة فكرت يعني هطلع اقول نفس الكلام اللي قلتم بارح هطلع اقول نفس الكلام اللي قلته من سنة اللي قلته من سنتين اللي قلته من خمسة اللي قلته من عشرة انا وغيري نفس الكلام انت كمشجع انت كجمهور انت كشعب مصري سمعت مننا جميعا كإعلاميين يعني وصحفيين وكل الناس اللي بتشتغل في الإعلام بشكل عام يعني نفس الكلام ونفس الغضب ونفس الزعل ومنعد نقول ليه وليه ده ما بيحصلش وليه قطاعات الناشئين وليه الاحتراف وليه المسابقات ونقول نفس الكلام ده بقى أن عشرين سنة واللي قابلينا غالبا كانوا بيقولوه برضو فأنتك راجل مطلقي لما هيتقل لك الكلام ده كل شوية هتيجي تقول اه اتكلم يعني يقولوا أي كلام ماشي ايه برافو عليكم احنا عارفين تبتقول لنا ايه الجديد يعني صح عندك حق والله والله لما فكرت النهاردة وانا طالع اقول لك مثلا ايه اتحاد الكرة ده فشل فشل زريعة اه انت مش عارف الكلمتين دول اه مش هقول لك والله يا بيتوريا صدمنا ومش مدرب جيد يعني يقولت لك حاجة جديدة هقول لك والله سلعيبة بتاعتنا ممكن يبقى فيه احسن انت عارف فقلت النهاردة احاول اعمل حاجة جديدة احاول اعمل حاجة جديدة احاول افتح الدماغ بتاعتي وبتاعتك والاهم الناس المسؤولة عن الكرة في مصر نفتح دماغهم يعني نخليهم يفكروا بشكل مختلف مش هقولك اللي هقوله دلوقتي ده حلول لمشاكل منظومة كرة القضب المصري وقبرها قوي بس هقولك تفتيح الدماغ يعني نفك مع بعض شوية اديك نقطة كده يمكن تروح تمشي فيها وتشتغل فيها احسن مش هدهلك كاملة يعني مش هقولك تحل ازاي بس هاش هقولك هقولك دي لو عملت فيها كذا ممكن تتحل وانت اكمل بقى الطريقة كنت المسؤولة عن الكرة ده شغلك انت مش شغل انا بس حاول اساعدك ما هي المصلحة واحدة لما الكرة في مصر تبقى كويسة تبقى في مكانتها الطبيعية احنا كلنا كسبانين الاصل ايه الاصل اللي احنا المفروض كلنا نساعد من غير مصلحة صح ولا غلط لكن فيه ناس اغلبية الناس اللي بتشتغل في الكرة في مصر لها مصلح بس مش المصلحة اللي احنا عايزين انا وانت كمشجع المصلحة اللي احنا عايزينها هي مصلحة الكرة المصرية ها ممكن او غالبا بيبص المصلحته الشخصية بأي طريقة بأي طريقة إن كان يعني فتعال نفكر مع بعض شوية أول حاجة المشكلة العظمى في كرة القدم المصرية المشكلة اللي مفيش إدارة للتحاد الكرة في تاريخ مصر في تاريخ مصر في تاريخ الرياضة المصرية حاول حتى يحلها حاول حتى يحلها إيه هي المشكلة الكبرى كطاعات النشئين في مصر كطاعات فاشلة فشل واضح وصريح لأي حد فشل زريع طيب ليه فشل زريع نعرف الأسباب الأول فشل زريع عشان فيه مدربين مش مؤهلين بيدربوا الأشبال واللعبين النشئين فشل زريع إن كطاعات النشئين في مصر أغلبها مجملات فشل زريع لإن مساواة النشئين ما فيش اهتمام بها فشل زريع عشان النشئين دول ما بيطلعوش لعبين جيدين للفرق الأولى أو للمنتخبات فشل زريع عشان اكطاعات النشئين في مصر دي ما بتطلعش لعبين مؤهلين إنه هم يلعبوا في أوروبا فده فشل واضح خلاص صح كده طيب نحلها إزاي أول واحد بسم الله الرحمن الرحيم بصفتك اتحاد الكرة سواء اللي موجودين دول الله أعلم هيمشوا ولا لأ الله أعلم يعني مش هقدر أقول لك ما أعرفش إحنا كلنا طالبنا مبالح إنه هما بيقش موجودين بس عادي جدا ممكن تشوفهم مكملين عادي ما أعرفش سواء اتحاد الكرة الحالي أو الناس اللي هيجوا بعد كده لو سمحت أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده قول أولا ما فيش حاجة اسمها مدارس نشئين أو قطاعات نشئين في مصر اللاعب الصغير لما يروح نادي يتقلوا هاتفلوس عشان تلعب تسمعيني الكصة دي دلوقت كتير قطاعات النشئين في مصر في كثير من الأندية عشان ابنك يروح يلعب بتدفع فلوس مش أكاديميات أنا بكلمك على مدارس كورة في أندية مشهورة في مصر تدفع فلوس مش بفلوس كمان من تحت الترابيزة مش بقولك رشاوي لا أنا بقولك الاشتراك اللي هو هتدفع الاشتراك عشان ابنك يلعب كورة وبالتالي لو انت بتعرف تدفع الاشتراك وابنك بقافش يلعب كورة هو اللي هيلعب ولو واحد تاني ابنه بيعرف يلعب كورة بس معهوش فلوس مش هيلعب فكده احنا دمرنا مواهب ادي واحد اتحاد الكرة يلزم كل الاندية في مصر مفيش حاجة اسمها في قطاعات النشئين ومدارس الكرة مقابل المادة لو انت عايز بقى فلوس اعمل اكاديميات كده على جنب بس قطاعات النشئين دي حاجة مختلفة اتنين ودي الاهم نو سمحتم يا جماعة مدربين قطاعات النشئين ماينفعش ابدا ابدا يكونوا بالمجاملة تحديدا قطاعات النشئين ليه ماينفعش لعب معتزل تقول له ايه انا هكرمك وديك فرقة مش عارف 17 سنة ماينفعش لعب معتزل اقول لك فرقة 15 سنة طب هو ده مؤهل طب ده خد كرسات تدريب طب ده عنده كرسات في التعامل مع الاطفال والاشبال طب ده راجل اشتغل قبل كده مع عمرس الناس شبه دية تفاصيل كثيرة فحضرتك تحط اشتراطات على الاندية تقول لهم انا مش هوافق مش هوافق ان يبقى فيه مدرب عندك مش هوافق يبقى فيه مدرب عندك ما تخطاش كل الاختبارات اللي هي مثلا واخد رخصة سي مثلا واخد رخصة في التعامل مع الاشبال واخد مش عارف كرسات مش عارف في ايه ادي شروط للمدربين اللي بيشتغلوا في قطاعات النشئين حط ايدك على فكرة اندية خاصة او حكومائية اندية دولة او اندية خاصة ما تقوليش انا مليش دعوة لا لازم يبقى ليك دعوة واللي مش عاجبه ما يشتركش واللي مش عاجبه مش هيبقى معانا لازم يكون عندك مراكب على الاهل مراكب واحد في اختبارات الاندية كل سنة قول مسلا لنادي الاهلي قوله انا هبعط لك مراكب يبقى في الاختبارات اللي هي ايام التلات والاربع والخميس اتنين وتلاتة واربع وخمس سنة مثلا يعني هيبقى عندي مراكب نفس الامر في الزمالك نفس الامر في اسماعيل نفس الامر في برامز نفس الامر في زد اي نادي في مصر بس تبقى انت شايف وعارف ايه اللي بيحصل في مجملات ولا لأ هتقول لي الكريم تماما انا كاتحاد كورا نامالي ما كل واحد بقى كل نادي واللي يختاروا يختاروا يا فندم لأ يا حبيبي لأ والله اللعيبة اللي بتخش بالمجاملة ديت بعد كده منتخب مصر ما بيلاقيش لعيبة احنا هناخد منين منتخب مصر ياخد لعيبة منين ما هو من الاندية لو الاندية مشتغلتش كويس انت القصران فما ينفعش تشيل ايدك تقول لها من ليش دعوة لأ ليش دعوة فدي اول واحدة قطاعات الناشئين في مصر لابد ان يتم مراقبتها بشكل واضح وصريح من اتحاد الكورا ويتحط شروط شروط ومعايير لقطاعات الناشئين في كل الاندية دي نقطة نقطة التانية اتحاد الكورا في لائحته بداية هذا الموسم كان فيه بند بيقول انه ما ينفعش اي نادي في مصر يصرف اكتر من الميزانية اللي بيقدمها النادي لاتحاد الكورا مع بداية الموسم يعني ايه مش نسايلها لك انا النادي سين ميزانيتي السنة دي خمسين مليون جنيه مئة مليون جنيه تمام ما ينفعش انا بقى كنادي اصرف اكتر من ميزانيتي اللي انا مقدمها يعني ما ينفعش اروح اشتري لعيبة بقى 300 مليون جنيه ازاي سيكون انت اصلا مزنيتك والحاجات اللي هتكسبها والحاجات اللي هتخرجها هتصفصف على 100 مليون جنيه دهية دي بقى مربط الفرص دهية دي الحكاية اولا اولا حسن معلوماتي مفيش عندها يقدمت ميزانية اصلا واحد اثنين مفيش نادي حتى لو اللي هيقدم ميزانية او ناوي يقدم ميزانية او قدم ميزانية ورق كده على الفاضي يعني مفيش نادي هيلتزم بالميزانية بتاعته ابدا مفيش نادي في مصر بيلتزم طيب وبناء انا عليه انت كالتحاق كورة هتعمل ايه هتقول للنادي لو سمحت لو صرفت اكتر من ميزانيتك اللي انت مفوت تقدمهاي اللي هي المتقدمتش حضرتك هتعاقب باستبعاد من المسابقة باقاف بخصم نقاط باي حاجة ما بيحصل في كل دول العالم دول الكبيرة في اوروبا بيعملوا كده طيب ده لازمته ايه بقى بتقول لي يا كريم اه انت بتقول لي الحكادي ليه معنا مش فاهم من قصة الفلوس رايحة جاي وبتاعم مش انت ليه اللي مكبرها عشان دي زي ما قلتلك منت شوية مربط الفرس لما هتعمل كده النادي مثلا اللي مزانيته او مقدم ميزانية بعشرين تلاتين أربعين خمسين مليون جنيه لما ييجي بقى يشتري لاعب لما ييجي يشتري لاعب بتلاتين مليون جنيه هيحصل له مشكلة ليه انه بقى فاضله عشرين مليون جنيه بس المفروض ييدعم بيها بقى الفريق كله فيقول لا انا مش هشتري لاعب بتلاتين مليون جنيه انا مش هشتري غير اللاعب اللي تمنه خمسة ستة سبع مليون جنيه عشان انا عرف اشتري سبع تمنه لعيبة فهيحصل ايه هيحصل ايه ركز معاي ورا وقلم كده وكتب وراي عشان ده كلام مهم حلو ورا وقلم دي بتاعت برامج الطبخ حلو برضو برامج الطبخ بحاجة فرج عليه خمسة سبعة مليون جنيه هشتري بيهم اللاعب هيحصل هبوط في اسعار اللاعبين تلقائيا عند كل الاندية فاللاعب اللي بياخد تلاتين اربعين مليون جنيه في السنة ولا النادي اللي بيبيع لنادي في مصر لاعب بتلاتين اربعين مليون جنيه في السنة هيلاقي النادي اللي جنبه ما بيشتريش بتلاتين اربعين مليون هيقول له انت اخرج خمسة مليون جنيه أنا معيش أنا من ميزانيات بتاعتي مش هتجيب كل الأندية بقى طب إيه الحل؟ الحل بتاعه هيبقى مضطر يعيني أسفا يسيب اللعيب بتاعه يطلع في أوروب تركز معاي لما هتزبط السوق بتاعك الماركت بتاع اللعبين ده بشروط وتحديد ميزانيات الأندية وإنه ما يصرفش أكتر منها فالأرقام بتاعت اللعيب اللي احنا بنسمع هداية اللي هي على الفاضي وعالمليان ملهاش قيمة يعني يعني اللاعب لا يسوي هازل القيمة أبدا لاعب عادي أو جيد بس 38-40 مليون جنيه ليه؟ عشان الميزانية مفتوحة نصرف زي ما أنا عايز بقى وهي سباق كل ليلة منخش لكن لما هقولك مش هتصرف أكتر من الميزانية بتاعتك هتروح تعرض على النادي التايد ده عشان تشتري منه اللاعب 5 مليون جنيه فالنادي ده يكون جاي له نادي تاني في أوروبا عايز اللاعب بـ 20 مليون جنيه فيقولك إيه؟ لا خلاص هبيعون النادي اللي في أوروبا لا أحسن إحنا هنستفيد إيه؟ هنستفيد إيه؟ بجارب إن إحنا نزمت السوق الغريب اللي إحنا عايشين فيه بتاع الكورة في مصر وبيع وشراء اللاعبين هتستفيد إن الأندية هتضطر تبيع اللاعيبة في أوروبا طيب وضع اللي بيحصل في كوديفار وفي السنغال وفي نيجاريا وفي كل الدول الأفريقية الأندية ما بتصرفش الفلوس دي كلها فالأندية في نيجاريا بدل ما يبيعوا البعض لا طلع بره طلع بره طلع بره طلع بره هنا هتعرف تخلي اللاعبها تحترف وتجبل الأندية بشكل غير مباشر إنه سيبوا لعبتهم تطلع في أوروبا دي حكاية أنا كده قلت لك حاجتين في طاعت الناشئين وفكرة ضبط ميزانيات الأندية واناتحاد الكورة يساطر على هذا الأمر ثالث حاجة ولها أيضا علاقة بفكرة تسهيل احتراف اللاعبين أنا قلت لك جزء اللي فات دوت بتاع ضبط الميزانيات هيسهل احتراف اللاعبين طيب أنا كاتحاد كورة أو أنا كمنظومة كورة بدير الكورة عايزت دي للأندية امتيازات للي هيسيبوا لعبتهم تطلع في أوروبا ما هو الأندية خلاص كل واحد ماسك في العيب بتاعه يقول لك لا مش هيطلع في أوروبا طيب أنا ديك امتياز بق هسهلها لك أنا بقوليك كل حاجة بتجيب حاجة عشان اللي جادي برضو هتجيب اللي بعدها أنا حاجة أقول مثلا للأهل للزمالك بقولك إيه أنت عرض لزيزه في الزمالك في أوروبا هتقوله آه أنا عندي عرض كويس لزيزه في أوروبا طيب ما تسيبه لا مش هيسيبه يا أهلي عندك عرض كويس لمحمد عبد المنعم في أوروبا آه طيب ما تسيبه لا مش هيسيبه طيب أنا تكتها تكورة هادر أعمل إيه أقولك أقولك حاجة نفكر فيها مع بعض مش شرط تكون هيس صح بس أنا نفتح الدماغ أنا قتلك من الأول أنا بفتح لك الدماغ مش بديك الحلول روح قل للنادي الأهلي أو نادي الزمالك أنت دلوقتي فاتح خمس لعبين أجارب لكل فريق صح كده قل للأهلي لو وفقت على عرض محمد عبد المنعم للنادي الأوروبا ده هسيب لك لعب أجنبي كمان روح قل للزمالك لو وفقت على بيع زيزو لنادي أوروبا هسيب لك لعب أجنبي زيادة أنا ديك انت امتياز ما انت بتطلع لعب أجنبي لأوروبا هتفيد منتخم مصر بعد كده خد بقى هتلعب أجنبي كمان يا عم يلا انبسط روح قلت واحد مكان أسلتها هتيجي تقول لي إيه كأهلي أو زمالك مهم ما فيش بديل زيه في مصر وأنا الأجنبي عندي كاملين خلاص روح قلت واحد أجنبي مكانه بس ودي لعيبتك أوروبا تمام وهكذا هتيجي تقول لي ما من جانب آخر يا كريم ما كده الأهلي والزمالك يبقى عندهم ستة وسبعة وتمن وتسعة عشر لعيب أجانب أيها طلعوا كم واحد بقى يا فرحيت أنا يا بموجودين في الدور المصري يا فرحيت بقوة الدور المصري وجماله يقول لك يا سنة انت لو جايبت لعيب أجانب كتير في الدور المصري الكوة هتضعف والمنتخب هيتأثر يا فدم ما انت هتطلع ما انت زي ما بتستورد بتصدر وإحنا عايزين اللعيبة اللي متصدرها دي أكتر من اللعيبة اللي جوة تخلي الدوري كله أجانب مش مشكلة المهم يبقى عندها لعيبة مصريين كتير أبرا وحد يقول لك إيه لا لا بس خد بالك التجربة دي خطورتها ممكن يحصل زي ما حصل في السعودية لما بقى في لعيبة محترفين كتير اللعبين السعوديين يعني بقلمش لهم تأثير كبير في المنتخب السعودي لا الحكاية مختلفة انت كده كده اللعب المصري كده كده سوقه ينفع يتفتح في أوروبا كان مفتوح من الأول وينفع يتفتح أكتر في أوروبا لعيبة السعودي كان منغلق عليه في الفكرة الدوري السعودي ما بفيش لعيبة تطلع تفتكر مين لعيب سعودي احترف في أوروبا وكان يعني اسم معروف في نادي كبير في أوروبا مش هتفتكر صح؟ مش بقول ان هم لعيبة وحشة لعيبة عظيمة لعيبة واردة السعودي عظيمة جد بس كده كده مسوق رائق في أوروبا لكنت اللعب بتاعتك ديهم مسوق في أوروبا فافتح لهم صدر وبعد كده استورد عادي تاني الفكرة ايه قولي الأهل للزمالك اللي برامز الإسماعي اللي هيطلع لاعب في أوروبا لنادي محترم برد ما تطلع ليش لنادي في كوبروس مثلا وتقول لنا طلعت لك هتبقى واحد أجنبي لا طلع لي في نادي مش برضو مش لازم يبقى سبانيا أو إيطاليا أو إنجليزي ابدأ لي سويسري كده ابدأ لي في هولندا ابدأ لي مثلا كده يعني في الحاجات اللي هي ايه اللي بنمني بيها وبعاكدها يطلع على دوريات كبيرة ماشي دي حكاية كده احنا قلنا ثلاث حاجات رابح حاجة وليه علاقة شوفت بقولك كل حاجة بتربط بفكرة انه أنا رافض فكرة انه يبقى عندي أجرب كتير في الدولة المصري واحدة من الحاجات اللي أنا باعترض عليها من سنين مش النهاردة بس من سنين فكرة انه إياك تفتح الباب للحراس الأجانب في الدولة المصري المنتقب هيتأثر ده الشنوة صاب واحنا بنسرخ بنقول فين حراس المرمى اللي في مصر وانت يا باشا يا فندم يا جميل يا يا ابو المفهومية قلتلي انه لأ مش هيرفع نجيب حراس أجانب عشان نحافظ على جوة حراس قوة حراسنا عشان خاطر منتخم مصري ما عندناش حراس والله مع كامل الاحترام الشنوة ويعني الشنوة كان مفهود يبقى في أوروبا كمان بس ما طلقش فخلاص بقى معانا هنا بتقولي الشنوة بقى بتقعد تسرح بخيالك بتعرفش مين تاني طيب لو حضرتك بقى كنت فتحت من بدل الحراس الأجانب إيه اللي كان هيحصل الشنوة ده وعنده 24 سنة كان طلع على نادي أوروبي محمد أبو جابل ده وعنده 20 سنة كان طلع على نادي أوروبي أحمد الشنوة كان طلع موهبة عظيمة جدا في حراسة المارمى كان سمانه ودلاتي في نادي أوروبي وكان الأندية اللي كانت مسكة في الحراس دي تمام قالت لك إيه ما احنا جبنا حارس برما من غانا ولا من كاميرون ولا من كودفور كويس فسد مكانه عشان مفيش في الماركت بتاعنا حراس فجيبتوا أحد أجنبي بس كان بقى عندك حارسين تلاتة موجودين في أوروبا فكرة الخوف من الاستراد هيخليك مستحيل تصدر ما هو خلاقي يعني أهل دقاتي لأهلي عندي محمد الشنوة لو حليل أهلي كده قوله إحنا محمد شنوة عنده نادي في البرتغال ولا نادي في تركيا هيجي يقولك الأهلي لأ أنا هجيب حارس مرمى منين أنا لو سبت الشنوة هجيب منين هو فيه في السوق أصلا حراس كويسين لأ شنوة معاي طب ما هيخد فلوس كويسة وهيفيد منتخم مصر طب أنا هعمل إيه كنادي ما أنت لازم برضو وإحنا بنقول كلنا لازم نبص لمصلحة منتخم مصر ماينفعش يبقى كلامنا نظري والشعرات ونقول إيه ما الأندية لازم تضحي محاديش هيضحي فلازم تديله حاجة عشان يسيب لمنتخم مصر لازم تديله حاجة قوله خد حارس أجنبي ويسيب الحارس بتاعك يطلع في أوروبا ده هيبقى فيها لمنتخم مصر دي حكاية حكاية تانية عندنا مشكلة في المسابقات في مصر المسابقات في مصر هي لأ عمرها كانت منتظمة ودي أحاجة قديمة ولا عمرها كانت بتطلع نتاج عظيم لمنتخم مصر ما حدش يقولي 2006-2008-2010 عشان أنا بقرها بقى يتكره خلاص السيرة دي بقى يتكرهها بقى جي الاستثنائي وحدث الاستثنائي في تاريخ مصر من ساحة في مبادرة القورة عنا ست سنين من مداية القورة لحد الوقت ست سنين كانوا استثنائيين ما ينفعش الاستثناء ده تفضل تخلي قعدة ده استثناء ممكن محصلش تانية أصلا الله أعلم بس تخلي قعدة محتاج تشتغل فالمسابقات المصرية مش هتطلع لك أعظم اللاعبين طيب هنعمل إيه لازم بسوأة ما منتظمة لازم أنت كاتحاد أو كربطة طبق أقوية جدا في إدارة المسابقات بتاعتكم لازم بصراحة شديدة بصراحة شديدة منفعش أبدا اتحاد كورة أو ربطة أو أي حد بيدير الكورة في مصر يفضل طول الوقت قلقانين من أهل يوز مالك أكبر ناديين في مصر وأكتر ناديين في مصر عملوا إنجازات بس ما ينفعش أنت اللي فوقيهم وتبقى تحتيهم ما ينفعش إحنا بينا شغالين للأهل والزعال كلنا كل الكورة في مصر بيشتغلوا عشان للأهل والزمائك بيبقوا الزعلانين بالمناسبة مش بقول إنه الأهل والزمائك غلطانين يعني ممكن يبقى الأهل فعلا عنده حق والزمائك يبقى عنده حق الله أعلم بس لازم تبقى قوى شوية سيطر يا أخي ما حدش يقول لك إيه لأ أجل المطشي دا دا ما أنت هتاخد لعيبتي للمنتخب أجل المطشي دا دا ما أنا بلعب مطشي في أفراك أجل المطشي دا مش عقف عشان إيه اللعيب الفرائي دا أعيدهولي اللعيب الفرائي دا أعقبهولي النادي الفرائي دا أزعلهولي هي كده لازم أنتك تبقى أقوى بكتير وبصراحة بالنسبة للمسابقات أنا لحالة لوقتي مش فاهم ليه أصلاً يبقى عندنا مسابقة من 18 نادي يعني خليهم 14 خليه منافسة ما تتضلش تجامل ونقول لي دا على حساب منتخب مصر خليهم 14 18 بتاع إيه يعني من كوتة 18 اعمل 14 والمنافسة هديد أكتر بكتير وما تخافش يخليك جريء ما تجيش تقول إيه أنا السنة دا ههبط ست فرق فتخاف إن القندية دا تسبغ في وشك ما تخاف عشان الانتخابات ما تخسر ما تقوليش بقى مصلحة الكرة المصرية ولا بتاع انت خايف بس تقول لا أنا أخلي الدوري 14 فريق كاس مصر هتبقى مواعيده واحد اتنين تلاتة اربعة ما فيش تغيير كاس الرابطة هل كاس الرابطة حتى هذه اللحظة فاد منتخب مصر أو فاد الكرة المصرية على فكرة مش معطلد على كاس الرابط بالعكس أنا أحب يبقى فيه مسابقات وأحب الناس تفرج على كرة كل الوقت بس في الزحمة اللي عندنا دي هل أصبح قمته كبيرة خاصة مع نسحاب الأهل والزمالك والأندام يعني ليه بنزود على نفسنا أصلا وإحنا مش عارفين نخلص اللي عندنا حلو إنه يبقى عندنا يا رب يبقى بكرة فيه كاس رابطة وكاس مش عارف إيه وكاس وكاس وتسمي الكهوس كتير أول نلعب كرة كل الوقت إحنا اللي بيحب الكرة هيبقى عايز يفرج على كرة كل الوقت وفرة وتلعب بس إحنا لسه عندنا مشاكل يا جماعة نحلها الأول نحل المشاكل اللي عندنا دي دوري من 14 فريق بطولة دوري منتظمة كاس منتظم نركز في دول ببدئيا يعني نخلصهم نحن فيش سوى قبل مش عارفين نلعبه دي حكاية حكاية كمان والحكاية الأبرز اللي ممكن نختم بيها يعني رجاء لمن يهمه الأمر حب أنا الكلمة لك كنت أحب أقولها من زمان يعني لو سمحتم ليس تقليلا من الأندية الخاصة أو الأندية الاستثمارية في مصر ليس تقليلا منهم خالص بالعكسة دايما من الناس اللي تدافع عن هذه الأندية وشايف إن هي زودت من حجم المنافسة والحالة والروح والجمال في الكرة يعني خلت الكرة فيها شوية الأندية بتخشت نفس بعد بك الأقلي وزمانك بس بقى فيه شوية الأندية بتخش يعني إيه تعمل حالة كده تمام بس لو سمحتم خلوا الأندية كلها جماهرية خلوا الأندية كلها جماهرية يعني نادي سين الاستثماري مش أقول أسمعها عشان تفكرش بس نادي سين الاستثماري ما يروح يشتري نادي من الأندية الجماهرية الكبيرة وهو اللي يسرف عنها عليها وهو اللي يكسمينها يسميه نادي اسم الشركة بتاعته مثلا والمنصورة نادي كذا المنصورة سمي زي ما أنت حقيق يعني مش هتفرق في الاسم بس لما الأندية كلها تبقى جماهرية هنخلي الحالة في مصر فيها شغل وفيها حماس وفيها ناس بتتفرج وفيها ناس بتلعب وفيها ناس بتبيع وبتشتري وبتحترف في حالة إحنا عايشين في كسل في كسل ليجوا مهور الكورة يعني أنا أحب أنا أفرق على المنصورة تاني أحب غزل المحلة يرجع تاني أحبش بين الكوم يرجع تاني أحب الماني أشوفها أحبش أشوف أسيوت دي الأندية الجماهرية ومش بقولي الأندية الشركات دي وحش وحش أخي لا دي دي حاجة وحش أقو دي لأ ما خش استثمر في نادي جماهير بالعكس أنت كمستثمر كمستثمر وروح تستثمرت في نادي جماهيري أنت بقى ليك شعبية كمان كمستثمر وجمهور بيحييك وجمهور بيشجعك وجمهور بيماركت للشركة بتاعتك والمنطق بتاعتك ولا أي حاجة في تفاصيل يعني لكن إيه كرة من غير جماهير دي إيه كرة من غير فرق ما فيهاش جماهير كل ده خلل في المنظومة لازم يتصلح أنا قلت اللي قدر أقوله ولو تعرف حد حضرتك كنت بتسمعني كده لو تعرف حد يعرف حد يعرف حد تاني يعرف حد في اتحاد الكرة يقوله كلمتين يمكن تفتح دماغه تاني والله ما بقول حلول والودي العبكري اللي طالع يقول أحلى حلول في الدنيا خالص إحنا بس نحاول نفتح دماغنا مع بعض المصلحة مفروض تبقى واحد إحنا مصلحاتنا في كرة القدم المصرية تتحسن عشان ما يتنكتش ونزع لطول الوقت أتمنى المسؤولين عن الكرة في مصر يبقى عندهم نفس المصلحة دي مش مصلحة شخصية بغض النظر اللي موجود في دل اللي موجود مشي يجي غيره نازم نشتغل بالطريقة دي وأكيد فيه ألف فكرة تانية وأكيد ألف مليون فكرة تانية بس نقعد نشتغل وفيه حاجة آخر حاجة بس في القصة دي معلش لما نيجي نعمل بقى إيه لجان ونيجي نعمل مستشارين ونيجي نعمل ناس بتفكر وكرياتف بقى والناس مش عارف إيه مش لازم والله نجيب الناس اللي هي تقررت ألف مرة مش مكتباك بقى على اللي هيبقوا مسؤولين اللي قاعدوا مجلس إدارة ورئيس تحت كرة لا لا مش مكتباك على دول مكتباك على اللي حواليهم مش لازم نجيب فلان الفلان الراجل اللي لعب أهلي وزمالك واسماعيلي ومحلة ولقى خبرات السنين في كرة القدم وياما ليه بالشرطة وفانيلا وقصة للدنيا وسجل أهداف وعمل مش عارف إيه وبتاع مش لازم ده على فاكرة فيه شباب دلوقات زي الفرق مش بقولي الناس الكبيرة في السن يعني دي ناس خلاص حطوهم على جاب لا نستفيد للمؤهل إنه هنستفيد منه بس مش لازم عشان هو بقى له سبعين سنة بيلعب كرة فيبقى السبعين سنة ده هو هيفها محسن من أي حد ممكن يبقى فيه واحد أو اتنين أو تلاتة أو عشرة بيفهموا في الإدارة في الإدارة كله الناس بمحترمة بس هل بيفهم في الإدارة؟ هل بيفهم فكرة إنه نحط مشروع لكرة القدم المصرية؟ ممكن تجيب واحد على فكرة عنده 20 سنة واحد و20 سنة يعمل لك أفكار أفكارية غيروا غيروا الوشوش غيروا الوشوش طيب معايا سيرديان فاسيليبيتش الموديل الفني السابق لمنتخب أنجولا وسربيا وده اللي كان منح الفرصة بالمناسبة للمبلول اللعبة في المنتخب في 2017 يا فنم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معنا على تيفيزيون المصري برنامج رقم 10 السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله السلام عليكم كيف حالك؟ أنا أشكركم جزيلا على استضافتي بداية لازم أسألك عن كاس الأهم الأفريقية حتى هذه اللحظة بشكل عام شايفة زي البطولة في البداية أنا أود أن أشكر إتاحتي للإتاحة الفرصة لي أن أتواجد على قناتكم الوجالة في ديفيزيون المصري هذا شرف لي وبطولة أم أفريقيا هي بطولة غير متوقعة حتى الآن بالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة لأن كثير من المنتخبات الكبيرة قد خرجت بالفعل من المنافسة وفرق صغيرة قد بقيت في البطولة حتى الآن فهذه النسخة حتى هذه اللحظة تمثل مفاجأة كبيرة جدا جدا لي هل شاهدت منتخب مصر أو شاهدت منتخب مصر ما رأيك فيما قدمه في هذه البطولة قبل الخروج أنا شاهدت كل مباراة لمنتخب مصر حتى الآن أنا أحببت ما قدمته مصر لأن مصر في العموم منتخب كبير بطل كبير لأفريقيا وأعتقد أن مصر أخذت حوالي سبعة أو ثمانية كؤوس حتى الآن فأعتقد أن مصر قدمت نتائج جيدة جدا في الماضي ولكن لا أعرف ما هي المشكلة حاليا في مباريات مصر مصر لديها لعبين جيدين أسماء كبيرة تريزيجي محمد صلاح لديكم أسماء كبيرة ولعبين جيدين فريق جيد في المجمل ولكن في اعتقادي وهذا رأيي الشخصي أن مصر يجب أن تلعب معا لعبي مصر يجب أن يعابوا معا يجب أن يلعبوا بطريقة هجومية أمام أي خصم ويجب أن يسلكوا الهجوم فقط في كل مباراة وهذا ما أود أن أرى ولكن هذا ما لم أره في مباريات مصر كما قلت لا أعرف ما هي المشكلة ربما تكون ربما افتقاد افتقاد روح الفريق فقد بعض الدعم من جانب معين ولكن بالنسبة لي النتائج في هذه النسخة كانت محبطة جدا من جانب مصر دربت منتخب أنجولا دربت مابلولو كمان مع المنتخب الأنجولي منتخب أنجولا واحد من أهم المفاجهات هذه البطولة يقدم مستوى رائع جدا وتحديدا مابلولو اللعب الرائع جدا اللعب للتحاد اسكندري نعم أنا أعرف مابلولو منذ أن كنت أقود منتخب أنجولا حينما كنت أعمل هناك عملتها لك لمدة عامين أنا وجدته كان يلعب في فريق صغير فريق اسمه دومانتي في أنجولا وأخذته وضعته في فريق التشكيلة السيئة للمنتخب هو لاعب رائع وشخص ممتاز ولديه قدرات كبيرة وعقلية رائعة لديه شخصية جيدة كذلك أعتقد أنه حاليا أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب من مابلولو أن يفوز بالبطولة أعتقد أنه أنا أعرف الآن أنه يلعب في مصر وهو كان هداف البطولة ويحرز العديد من الهداف فأعتقد أننا نتحدث عن لاعب كبير في السن ولكنه يلعب كافة صغير ولديه سنوات في المستقبل مع فريقي وأيضا مع منتخب بلادي في بطولة كومفر هل يستطيع أن مابلولو في الوقت الحالي اللي احتراف في أوروبا ولا فات الأوان أعتقد نعم ولكن مستوى النادي أي مستوى يلعب فيه لا أعرفه هذا يعتمد على المستوى الذي سنتقل له أعتقد الأمر صعب في الدوريات الخمس الكبرى ولكن ما دون ذلك ربما في بلجيكا هولندا في تركيا أعتقد أنه يستطيع أن يلعب هناك بدون مشكلة شكرا يا فندم شرفت ونورت على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 فاسيليفيتش سيرديان فاسيليفيتش الموديل الفني السابق لمنتخب أنجولي والمنتخب السربي كان هو ممكن تقول مكتشف مابلولو مهاجب الاتحاسك دا والمهاجب الأنجولي مع المنتخب الأنجولي هو أول منصى عضلي المنتخب الأنجولي في 2017 طيب حكاية محمد أبو جبل بص بقى أول حاجة أكيد محمد أبو جبل مبارح كان ممكن يعمل أحسن من كده أكيد بس دي ضربة ترجيح في الأول والآخر يعني ما تضرش تلوم قوي قوي الحارس اللي ما يسدش أو اللعب اللي بيضايع بس ممكن تقول كان يبقى فيه أحسن تمام دي حكاية حكاية التانية الأهلي خلال أيام القليلة الماضية كان يتحدث فقط مع البنك الأهلي واللي خلى النادي الأهلي يعمل ده إنه خلاص فترة القيد فضلها كم يوم وتغلق وأنت عندك محمد شناوي أصيب فأنت لازم بسرعة تخلص طيب أبو جابل كمل لو أنت نيتك أبو جابل فأبو جابل هيكمل في البطولة وقبل ما تخلص هيكون فترة القيد هنا قفلت طيب الأهلي هيحاول يخلص في الحارس من ناحية تانية يا ما شفنا لعيبة كان بتلعب مع فرق أوروبية في منتخبات أوروبية كبيرة أو منتخبات عالمية في بطولات عالمية وأوروبية وكان نسمع أنه فلان خلاص انتقل للنادي الفلان وهينضم ليه بعد كاس العالم بعد كاس أوروبا فده بيحصل يعني مش دي الحكاية يعني أنا ليه قلت لك على جزئتين دول قبل ما اتكلم على أبو جابل في تفاصيل تعاقده مع النادي القالي والنهار ده كمان الموضوع بوز يعني عشان إحنا دايما دايما بدون ما نقصد بنسيب الأصل ونبص على العصفورة شاف العصفورة؟ وإحنا اللي بنروح نشوفها لوحدين ما حالش بقولنا لوح نشوفوها إحنا بنروح نشوفها لوحدين نشوف العصفورة تكلمنا في أمور كثيرة جدا مبالح بعد المباراة والنهار ده بعيد عن الأصل الأصل يا جماعة نحن كلنا كلنا لازم نساعد بعض أن نحن نطور الكرة المصرية لكن هنمسك في لعب لعب مش هادي الحكاية والله امسك في محمد صلح امسك في محمد أبو جبل امسك في محمود حمادة امسك في محمود حمادة مش هادي الحكاية احنا مستوانة من أول مباراة للآخر ما كانش جايد بكل اللاعبين اللي شاركت ما كانش جايد طيب أنا هكمل بعد شوية مع حضراتكم قصة كابتن محمد أبو جبل وإزاي تعصرت أو تعصر انت قالوا لي النادي الأهلي بس معادي دلوقتي المداخلة هي مهمة جدا عشان مع واحد من نجوم كرة القدم المصرية اللي دايماً ليه رأي محترم ورأي ذكي والأهم إنه هو رأي مفيد كابتن الكبير كابتن أيمن يونس نادي الزمالك ومنتخم مصر الأسبق يا كابتن أيمن مشرف ومنور وسعيد جداً بتوقيت حرارك معي لا أنت وحشني قوي والله يا حضرتك وحشني جداً ربنا العالم يعني أنت بعد مصر الطاولة هريكت مني بس يعني أنا بحبك يا أباك ما أنا خايفة كابتن أيمن أجي لك تاني فتاخد حقك لا أنا مش حاكد حقكي وبس ده أنا حطالب فوز بفيدية حطل الفيدية لا والله يا كابتن أيمن وحشني جداً ربنا العالم لا هلاقي والله لا يا كابتن والله لا ما كنت إسا أقولك ما أنت اللي هتدفعها برضو منور الدنيا يا كابتن أيمن شريم دايماً بعد أي منظر سيء لكرت القدم المصرية بنحلم بالتغيير أيوة مش عايز أجمس على نفسك وقولك أنك ما فيش أجاح تتغير أن أنت تنتغير فيتوريا حتدفع رقم مرعب اللي اتعمل العقب ما دايش فرصة أننا نعرف نغير تبسم كلامي والمقصود فيه والجيم اللي فيه أنت العقد بتاع فيتوريا عشان تغير فيتوريا دلوقتي كرسة لكن العقد فيه لو فيتوريا ما وصلش كاس العالم تقدر تغيير انت الظروف صعبة الناس بتتخيل أنه ممكن التحاد القرى ده يقولك سلام عليكم دعنا الشعب المصري في فتايا لكن فيه ناس بتقولك المجلس يتخيل قرى دل حد شهر 7 مش هنمشي وعديل حد لما نوصل بيكو كاس العالم على أهل ضيعنا منكم الأمم الأفريقية ممكن نجيب كاس العالم في تنسوا الأمم الأفريقية المتكولة أن فيتوريا سقط من عندنا حتى لو بيكو كاس العالم هو سقط لأنه هو بيتكون خبرات من عندنا ولا عنده خبرات إفريقية ولا عنده خبرات منتخبات ولا عنده علاقة باللعابة فنية ولا عنده جمل فنية ولا عنده ذكاء قراءة الفرق المنافسة ولا عنده ولا عنده ولا عنده وبيتوريا هو اللي عمل كده مش شفنا اللي عملنا كده أظهر مصر بسكل الأسوأ بتاريخنا يعني لو عملت أفريقية وشفت تاريخ المنتخب المصري على مدار تاريخه فيه أسوأ من كده بداية الأمم رفقية حتلاقي دي الأسوأ صحيح طب فيه أسهل من كده طريقة حتلاقي دي الأسهل صحيح من تربطوا ببعضه أنت الموضوع بصراحة يزعل يزعل من كمان عندنا لعيبة فقد اتقاطها في نفسها وشفناهم بمهنجين قدام الكونغو قدام تابفيردي وقدام غانا وقدام حتى موزنبيق فقدين الثقة صحيح حتى تناعة الثقة من المدير الفني للعيبة ما عارفش يعملها يعني هو ما قدرش يعمل البعد النفسي ولا البعد الفني صحيح توسيط غلط أظهر معظم نجمنا بشكل سيء جدا صحيح أظهر محمد صلاح بشكل سيء جدا صحيح أظهر كل اللعيبة جنيزه أظهر كل الناس بأقل ما عندهم صحيح وعرضهم للانتقاد ويقولوا الناس بتنسقط لما انت خليك تكلم وحش والسعب البسيط المواطن البسيط المتفرج البسيط يقول لك إيه ده صلاح مش فور من النهار التوظيف غلط والأداء غلط ويقولوا من اللعبة غلط الطريقة غلط صحيح صحيح انت اللي عايزين تتوّروا في منتخب مصر انت عايز تنتظبط تغير منظومة عايز تعمل تتوّر على منظومة لكن ما يمتعش ندوّر على كبش فداء أيوه لذهقنا لطريقة دي أيوه لذهقنا فيتوريا جيز مزامبو انت اللي جبته هو أقل مننا مزامبو انت اللي جبته طب فيتوريا اختار لعيبة في المنتخب أقل من انها تلبس تيشرت منتخب مصر مزامبو مزامبو مزامب اللي عيبة مزامب فيتوريا فهي تلسلة من الأخصار طب انت محتاج تصلح ايه ولا ايه إذا كان المنظومة باللوايح اللي فيها محتاجها إصلاح إذا كان كلمة صناعة مش موجودة إذا كان دوري بتاعك مش دوري محترف مين ده دوري شركات مطاعم ببعض الأندية المحترفة إذا كان قطاع الناشئين عندك في مصر لا يفرط قطاع ناشئين وأصبح قطاع مهلهل ولا يصنع مستقبل الكرة القدم المصري إذا كان عندك وإذا كان عندك طب إزاي تعمل شكل مختلف اسلوب مختلف فكر مختلف هتعملوا إزاي وإحنا ما بنحبش بعض هتعملوا إزاي وإحنا ما بنعرفش نفكر لصالح بعض هتعمل إزاي وإحنا بنجتنع على تورطايا ما نقدرش ننتج منها أي حاجة هتعملوا إزاي وإنت اتفرجنا على اتحاد الهندبول هو كل أعضاؤه كل ممارسين لعبة الهندبول لكن لعبة كرة الاتحاد الكرة المصري أي حد يدخل شريف شاي ممكن يبقى عضو مجلس قدر أي واحد ليه حبايب في الجماعية العمومية أي واحد ليه حبايب في الجماعية العمومية حاجات كتير قوي حتعالج إيه والإيه؟ حتعالج إيه؟ أن أنت مدرجاتك عايز ترجع لها جماهير طب وإنت عندك تجارب ما أنت شفنا الهوليجانز وشفنا الألتراس بتوع إيطاليا اللهم الأصعب وإزاي الناس تحايلوا والناس قدرت تنجح وإزاي قدرت ترجع جميله وإزاي قدرت تجد الطاقة اقتصادية جوا الملاعب الموضوع عايز براسة وعايز بتعديها رؤية وفجل وفن لا قام تغيير بيتوريا ولا تغيير اتحاد القورة الموضوع تغيير النظام اللي قل الناس دي كلها تيت أنا حقيقي ما كنتش عايز أعطى حراق خالص ومنستفيد من الكلمتين المهمين دول بس هو في حياة الأمر يا كابتن عايب أنا كنت لسا بقول كده للسادة المشاهدين الكلام ده أنا متأكل حراق بتقوله من سنين وإحنا بنحال وإحنا بنشتهب بنقوله من سنين وناس تانية بتقوله من سنين وهنفضل نقوله طول العمر بس الناس بقى وإحنا بتفرج عليها لا تقولك طب آه يا جماعة ما احنا عارفين الكلام ده طب هو مين هيصلح وإمتى هنصلح وإزاي هنصلح لما نعود نصلح لما يفق رغبة حقيقة الإصلاح لما يفق رغبة ان انت تختار الناس اللي عندها مهيئة ومثقفة ومجهزة انها تكون بعملية إصلاح لكن كل ما انت الأجواء كده طب العملية صعبة الجمعية العمومية بتاعتك أساسا هواه على الشركات على محترفين يعني الجمعية العمومية بتاعتك طب ما تفصل ما تعمل اللجنة خاصة بانتخابات الدولة الدرجة الثانية والثالثة زي ما فرنسا عملت النهضة دي وألمانيا عملت النهضة دي صحيح صحيح جزر المحترفين فيها أكثر من المحترفين بتوعب حاجة زعل وبعدين دا الفايدة ليه انتوا بتتخنقوا انت عملتوا الخناءة والترطاية الأبيض والأحمر مع ان الخناءة والترطاية منتخب مصر إزاي بقى شكلت مهم انتوا خليتوا الأندية أقوى من الاتحاد ومن المنتخب انتوا شفت ان بيحصل وأنت هتحكي حدوتي تابو جبل واللي جالوا ورجعوا الكلامهم وكل دا فعل أعصاب لا جوا مباراة هل جي أول مرة مش أول مرة صحيح احنا شوفنا بتات العالم ندخل الالف اوتيل وقتتتصور وقتدفع فلوس تقول أنا بدفع ايه وبعامل ايه جوا مباراة كاس العالم صحيح لكن ان المسئولين مش من بتوع اللعبة مش حافظين اللعبة مش عالفين الضوابط قد يكون أقوى إنجازاتك أو آخر إنجازاتك اللي عملتها الضخمة 2006 و2008 و2010 كان كله لعبة كرة خدر من انت عايز أقول هو ده بس السبب من أن ممكن فيه لعبة مهيئين وفيه لعبة مش مهيئين فيه لعبة تصلح وفيه لعبة لا تصلح بس برضو الناس اللي معداش خبرات وما مرثتش بتبقى صعبة لكن المواهب أنا مواصل على المواهب بس مين مواهب تقدر تخش احنا في الآخر عملية الإصلاح عايدة ناس ومجموعة وناس بتحب بلدها وبيحبوا بعض وبيحتربوا بعض صحيح صحيح لو قدرنا نوصل للمعادلة دي نقاء القلوب وصفاء النفوس هنقدر نعمل ثورة لصناعة كرة القدم بجد صحيح لكن احنا بصراحة بنمثل ان احنا عندنا كرة القدم وبنمثل ان احنا عندنا دوري محترفين وبنمثل ان احنا عندنا صناعة صحيح وده للأسف ده حالنا لكن أمل كبير ويا رب ان شعب المصري بيعيش بكرت القدم إن شاء الله إن شاء الله وبيبقى مبسوط بكرت القدم فأملي ان يحصل عملية اصلاح واسعة اصلاح مش في البني قدمين ان اتتغيرهم اصلاح لا في اللوائع اصلاح في الدوابط اصلاح في القوانين كل ما يخص عملية الاطلاح في المنطقة دي وبعد كده هتلاقي الامور مضبوطة صحيح يعني موجوعين على الهزيمة وموجوعين على كل حاجة بس يعني دي الرؤية وإن كان صعب التغيير دلوقتي ان انت داخل على كاس عالم وبيتوريا اكيد حيقول ان هو بمفاهيمه الاوروبية حيقولك عادي يعني ايه عن اخترت بطولة ما انا احتمال اوصلكو كاس عالم صحيح صحيح العملية برضو معقدة بصراح صحيح كابتن الكبير انا ارجوك يا كابتن ايمن ارجوك بس انا عايز اقول كلمتين والله انا كان العشم ان انا احنا النهاردة احنا النهاردة كنا بديه الحلقة كده يا كابتن ايمن ان احنا ازاي ممكن نصلح ازاي ممكن نحسن ما نفضلش كل شوية نبكي على اللمان المسكوب نحاول يعني نفتح الدماغ فانا سعيد ومبسوط وفرحان ان انت كنت معايا في المداخلة دي كالعادة رأي مفيد عظيم جدا يا كابتن ايمن انا انا بشكرك عليه شكرا جزيلا واتمنى ان شاء الله فاقرب فرصة تكون دفي فيه رقم عشرة بتأكيد الحديث معاك دايما حديث مسمر لصالح الكرة المصرية ان شاء الله طيب نكمل حكاية محمد ابو جبل محمد ابو جبل فيما يخص حكاية تراجع النادي الاهل عن التعاقد معاك المعلومات اللي هيقول له الحراك ديت هتسمعها ربما لأول مرة لا لي فعلا كان مخلص محمد ابو جبل واتفق مع نادي البنك الاهل وبنك الاهل فعلا راح جابع احمد الزنفولي ولأ لي خلص ما بداية مع ابو جبل وكانش فيه توقعات وكانش فيه تفاصيل كثيرة ولكن ولكن اول حاجة بعد ما تم تسريب الخبر مبارك حشان الاهل لم يعلن رسميا هذا الخبر تم تسريب خبر تعاقد الاهل مع محمد ابو جبل على سبيل العرى لمدة ستة اشهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهل الاساسي ابدأ تحفظ على وجود ابو جبل نظرا لوجود علاقة مش احسن شيء بينهم يعني وشناوي تواصل مع احد مسؤولي النادي الاهلي وقال لهم انه هو ممكن لو عايزين يجيه محمد ابو جبل طبعا النادي براحته بس سيبوني برضو اتحرك احترف في نهاية الموسم انا كنت موجود في النادي الاهلي لان النادي الاهلي كان في حاجة لي فلو بقى في حارس اخر ممكن انا اخد فرصتي في الاحتراف وخاصة ان انا عندي اورود وتحديدا من الدوري السعودي وده واحد من الاسباب اللي خلى النادي الاهلي يتراجع عن محمد ابو جبل سبب تاني ان احد المقربين احد المقربين من ادارة النادي الاهلي تحدث مع ادارة الكورة حول مصطفى شبير وانه لابد ان يكون الحارس الاساسي خصوصا وان النادي قبل كده رفض اكتر من عرض لرحيله بمعنى اصح ان مصطفى شبير كان بيرفض اكتر من عرض للرحيل عشان لما يبقى فيه فرصة انه يلعب يلعب فالفرصة جت فلما الفرصة تيجي ما تجيبش علي حارس اخر فدي برضو من الحاجات لخالة الاهلي يتراجع عن ابو جبل تالت حاجة من الحاجات لخالة الاهلي يعني يتراجع ان ابو جبل وكيله هو شقيقه وكيل ابو جبل طلب من النادي الاهلي ان ابو جبل خلال الستة اشهر ياخد اتنين مليون جنيه في الشهر في الشهر يعني اتناشر مليون في ستة شهور طبعا الاهلي رفض ده تماما وقال له احنا اخرنا كنادي اهلي ندفع سبعة ونص مليون جنيه في فترة العرض في فترة الستة شهور ده بخلاف طبعا السبعة ونص الاهلي كان مفهود يدفعهم لي البنك الاهلي عشان تبقى الصفقة كلها بخمستاشر مليون جنيه في ستة شهور فالاهلي شاف فيه مغالاة فقال بالش طيب بعد التلات حاجات اللي فاته دي ودول الاساس عشان اللي جاي دي مش الاساس بس دول الاساس التلات اللي فاته دول مستوى طبعا محمد ابو جبل تحديدا في رقلات الترجيح بعد مباراة تلكونه وحالة الزعل والغضب الجماهيري سواء من اللاعب سواء جميل النادي الاهلي او اي جميل اخرى فخلت الجميل الاهلي او النادي الاهلي يعني يصرف النظر ويقولك لا خلاص كده كده الجمهور مش يبقى متقبل فكرة ابو جبل في الوقت الحالي طيب الموقف الحالي ايه بقى؟ الموقف الحالي الاهلي عاد للنقطة صفر اللي كنت قدتها لكم مثلا من حوالي اسبوعين اول ما شناهه تصاب اول ما شناهه تصاب يقول لكم ايه ان الاهلي بيفكر في علي لطفي فالاهلي رجع تاني عشان يشوف علي لطفي ينفع يجي النادي الاهلي خلال ست شهور اللي جايين دول الاول زد كان مرحب جدا من اسبوعين دلوقتي زد لسه بيفكر بدأ يتراجع شوية ده من ناحية ان زد مش متحمس اول المفاجأة بقى ان علي لطفي نفسه اللي مش متحمس يرجع للنادي الاهلي ليه؟ وده السبب اللي خلع علي لطفي مبلح ينزل سورته بتشيرت زده يعني انا مكمل يعني من الاخر ليه؟ انه تقلع علي لطفي لو هتيجي النادي الاهلي فهتبقى حارس تاني بعد مصطفى شبير فالراجل قال لا ده انا مشيت اصلا عشان يكنت حارس تاني للشناوي فانا انا هكمل مع زدو ابقى حارس اول انا يلي خليني ارجع حارس تاني وبما اني مشيت حارس تاني فانا ارجع حارس تاني للشناوي يعني شناويش موجود انا هلعب حارس اول مرجعش بقى بقى تالت وبقى تاني لمصطفى شبير فبرضو عاي لطفي مزمزق شواني مزمزق طيب معايا عبر زوم الان الصحفي الانجليزي الشهير كير ريدنج صحفي في صحيفة ديلي ميل وصحيفة الجارديان ومدير تحيير وولد ساكر مجالة وولد ساكر الشهيرة يا فندم مشرف ومنور وسعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا من بالغ سروري انا اتواجد معكم في التلفزيون المصري هتحدث معاك بكثير من الامور التي تخص الدولة الانجليزة وبالتأكيد لعبنا المصري الكبير محمد صلاح ولكن بداية حابب اسألك عن كأس الأفريقية البطولة التي تجرى الآن هل تشاهد مبارياتها هل تتابع منافساتها وابرز المنتخبات اللي فيها نعم انا احاول ان اتابع كل مباراة لدينا العديد من اللعبين في الدورة الانجليزية يشاركون في أمم افريقيا فبالتالي انا اعتقد انها ربما تكون افضل نسخة لأمم افريقيا منذ سنوات اعتقد انها ممتازة خلال كأس الأمم الافريقية حدثت اصابة لي النجم المصري محمد صلاح وعاد بعدها الى ليفربول لتلقي العلاج تعرض لبعض الانتقالات هنا في مصر انه ترك منتخب مصر وعاد الى انجلترا ويرون كلوب صرح ان اللاعب اكثر وطنية ومن اكثر اللاعبين وطنية لمنتخب بلده رأيك ايه فيما حدث في حكاية محمد صلاح واصابته مع منتخب مصر وعودته الى انجلترا اعتقد ان اذا كان اللاعب وهذا يحدث في اي مكان في كأس العالم في افريقيا في اوروبا اعتقد ان اللاعب لديه الحق ان يعود لنديه اذا دعت الضرورة لذلك اذا كان هناك مختص سيتابع الحالة بشكل جيد ويساعد في جعل اللاعب في شكل صحي افضل اعتقد ان اعتقد ان ما حدث لمحمد صلاح حدث مع الكثير من اللاعبين حينما يصاب لاعب وسيضطر لمغادرة بعد مباريات مع فريقي ويتوقع ان ضرر الاصابة لا يكون معروفا ولكن هذا حق للنادي وحق للبلد ايضا وفي هذه الحالة في حالة محمد صلاح اعتقد ان ان الاجراء الذي تم اتخاذه وعودته لانجلترا كان منطقيا من وجهة نظري بعد خروج منتخب مصر بالامس من كأس العالم الأفريقية بعض الصحف الانجليزية نشرت ان محمد صلاح اصبح جاهز للمشاركة مع ليفربول في مبارات شلسي بعد غد رغم ان ليفربول في بيانه الرسمي كان قال ان محمد صلاح غير جاهز ولن يعود لمنتخب مصر قبل المباراة النهائية هل فجأة اصبح محمد صلاح جاهزا هل لديك اصلا المعلومة ان محمد صلاح قد يشارك في مبارات شلسي نعم انا متفاجئ من هذه الأخبار اعتقد ان محمد صلاح ربما يغيب عن المباراة كما افهم وسيغيب عن اربع مباريات وهذه مباريات مهمة لليفربول ليفربول سيفتقد لانه يحتاجه لائقا بشكل كبير فاعتقد ان محمد صلاح حتى الان سيحاول ان يتعافى لليفربول سيحاول ان يساعده ليلحق بمباريات القادمة خصوصا بعد ما افتقدوا في مبارات الكأس اعتقد ان محمد صلاح سيصل ويشارك مع ليفربول اول مباراة ستكون في نهاء الكأس على ما اعتقد اه يعني حراك بتقول لي ان محمد صلاح بحسب معلوماتك هيغيب على الاقل اربع مباراة عن ليفربول ولن يشارك في مباراة شلس القادمة انا فهمت صح؟ نعم 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 هذا ما نتوقعه حتى الان عظيم بشكل عام هل مزال الدولة الانجليزية يتأثر بغياب اللاعبين الافارقة خلال مشاركتهم في كأس الامم الافريقية وهل مزال الدولة الانجليزية معطرد على فكرة اجامة كأس الامم الافريقية في اشتاء؟ لا اعتقد ان التوقيت يمثل عائقا اعتقد ان هذا ما جرع عبر التاريخ لدينا منذ سنوات كان يوجد هناك دعوات لتغيير المعاد ولكن بطولة افريقيا يجب ان تقام في افضل وقت ومناخ مناسب للبلد الذي تنظمه في افريقيا فبالتالي هو امر منطقي اعتقد انه منطقي ايضا ان الاندية تعترض ولكن لان الاندية لديها لعبين جيدين تنشارك في افريقيا ولكن اعتقد ان الامر سهل اعتقد ان الامر يجب تفهمه صحفي الانجليزي كير ريدنج الصحفي في صحيف الديلي ميل وجارديان في انجلترا وايضا مدير تحرير مجال دولد ساكر انا بشكرك شكرا جزيع لهذه المدخلة المهمة واهم ما فيها اهم ما فيها وهو صحفي كبير في انجلترا ولديه الكثير من المعلومات نفى فكرة ان محمد صلاح قد يلحق بمباراة تشيلسي بعد غد وقال ان محمد صلاح هيغيب على الال اربع مباريات مع تشيلسي ولم يلحق الا بمباراة نهائي كأس في انجلترا فالموضوع بتاع تشيلسي ده الراجل قفله تماما عشان الناس النهاردة على طول إلحق ده كان بيتحك علينا إلحق ده هيل عمات شيلسي إلحق ده مش مصاب الراجل بيقولك المعلومات اللي عنده من اللي بيقول انه الراجل هيغيب على الالالاربع مباراة طيب النهاردة النادي الاهلي قام بفسخ تعاقده مع صلاح محسن بحسب ما نشره النادي الاهلي فده جه بناء على طلب اللاعب من عشر تيام تركز في المعاد وركز التفاصيل من عشر تيام طيب أولا لقالي كان شاري صلاح محسن ده برقم كبير لقالي أعار صلاح محسن أكتر من مرة عشان ما يخسرش الفلوس الدفاعه عشان يقدر يستفيد منه ملايات صلاح محسن من اللاعبين المطلوبين في الدوري المصري فبطبيعة الحال مش منطق إنه الأهل استغنى عنه كده عشان هو أقدم طلب أكيد لا أكيد لا بس ربط أنت بقى كل حاجة زي ما أنت عايز براحتك يا تمام صلاح محسن النهاردة اتنازل عن خمسة مليون جنيه للنادي الأهلي تلاتة مليون جنيه من مستحقاته واثنين مليون جنيه خدهم من المصري عشان يدفعهم للنادي الأهلي لأن صلاح محسن منذ لحظات أعلى النادي المصري رسميا ضموا لصفوفه وده صورة انضمام صلاح محسن إلى النادي المصري مش فسخ يعني ماشي يعني مشيها فسخ عقد مشيها فسخ عقد بس يعني ايه صلاح محسن بص عشان المفضل الشيء يبني الكلام يعني مش واضح يعني صلاح محسن ده لعب موهوب جدا أثر في حق نفسه جدا 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 وده مش المكان اللي كان المفوود يبقى عليها فهو لسه عنده فرصة لسه عنده فرصة والدنيا بتدي فرص فلسه عنده فرصة انه يلحق قبل ما القطر يفوت ده لهو عايز يعني ده فيما يخص النادي له النادي الزمالك النهاردة تعاقد بشكل رسمي مع محمد عاطف لاعب فريق طنطر لمدة ثلاثة مواسم مواسم ونصف وده الصفقة الأولى اللي يحسمها نادي الزمالك بشكل رسمي وده بعد ما أعلن نادي طنطر عن انتقال اللاعب إلى صفوف الزمالك النهاردة طيب محمد عاطف نادي كويس نادي بيقوله عليه واعد جدا عنده 21 سنة بيلعب جناح جناح عايما تحديدا وأحيانا بيلعب في وسط الملعب بدأ مسرته مع فريق بني عبيد وبعد كده انتقل له قطاع النشيين بالنادي الإسماعيلي وبعد كده تم بيعه لنادي بلطيم الرياضي ثم إلى طنطر في 1 يوليو 2022 هو أصلا من أو اللاعب لاعب السنة دي في طنطر وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف ووقت اللاعب ساهم مع فريقه في تسجيل الأهداف بيقوله ان هو لعب كويس طبعا مش في نهوش كويس بس يعني كلام عليه ان هو لعب كويس طيب زمالك برضو خلال الأيام اللي فاتت أرسل عرض رسمي لنادي بيرامز عشان يضم عبدالله السعيد وصيف جعفر لتنين مقابل 12 مليون جنيه بخلاف المستحقات المتأخرة على نادي الزمالك لنادي بيرامز في صفقتين دونجة وعمر جابر عشان اللي هيدفعوا الزمالك في الصفقتين مع الفلوس القديمة هيبقوا حوالي 30 مليون جنيه طيب مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مع بيرامز على كافة التفاصيل لكن مسؤولي بيرامز أرسلوا العرض الرسمي والنهائي من الزمالك إلى ملاك النادي رغبة عبدالله السعيد وصيف جعفر في العودة أو تحديدا صيف جعفر في العودة لنادي الزمالك وعبدالله السعيد في الانتقال لنادي الزمالك وخلال الساعات اللي جاية مسؤولي بيرامز بيستنوا رد ملاك النادي عشان يتم حسم الصفقة بشكل رسمي عبدالله السعيد وصيف جعفر إلى نادي الزمالك ربما خلال أيام قليلة جدا طيب نهاردة دي حكاية مهمة جدا نهاردة وليد الرقراكي المدير الفني للمنتخب المغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوب أفريقيا اللي اتمنى فيها ان شاء الله للمنتخب المغربي كل التوفيق سألوه عن خروج منتخب مصر وكالعادة وليد الرقراكي أول ما بيتكلم بيبقى فيه أراء مؤيدة وأراء معرضة لمقاله أنا أقول لك الأول قال إيه وهقول لك رائعي بعد كده هو قال اقصاء مصر من كأس الأهم الأفريقية حاجة ما تهمنيش بس بالتأكيد بالتأكيد نشعر بالحزن بسبب خروجهم لأنهم في نهاية المطاف إخوتنا إخوتنا لكن اللي يهمني هو منتخب المغرب قال كمان أنا شخصيا ما بفكرش في اللعب من أجل راية العرب أنا وأنا مدير فني لمنتخب المغربي بفكر إن أنا ألعب للمنتخب المغربي من أجل المغرب ففي ناس قلت لك إلحق يعاني بيقولك ما يهمنيش مصر لأ هو راجل قال أنا ميهمنيش مصر عشان أنا مدير فني المنتخب المغربي بس قال لك أكيد زعلنين على خروج منتخب مصر عشان هم أخوتنا ما تكملش يعني إلحق بيقولك ما يهمنيش مصر ما بيقولك ده إحنا أخوات هو واحدة واحدة بس يقولك إلحق أنا ميش دعو بالعرب أنا يهمني المغرب ما هو يعني هو لما المغرب بتكسب فالعرب بيكسب وفهو مركز مع المغرب مش هلكز مع العرب كلهم عارفت التصريحات الليه اسخب بلاك الراجل عايش في أوروبا طول عمره فإحنا دايما العاطفيين إحنا هناك عرب إلحق ده ما قالتش العروبة ما هو لأ بقى كيف يحب العرب برضو ولما المغرب بتكسب هو نفسه لما كفكاس عام كبقى بيقول إحنا شرفنا العرب لما كسبنا بس هو عايز يركز مع المغرب مش هلكز مع كل المنتخبات العربية طبيعي يعني ولو مداري منتخب مصدر عليك كلمتين دول هو صح لو مداري منتخب توني ستبع عليك كلمتين دول هو صح وهكذا فأنا مش بشوفش تفتحات أبدا وليد الكراكي فيها مش هيكل بصراحة دي حكاية نهاردة بالمناسبة ومناسبة وليد الكراكي يعني الكرمه الديمقراطية بتصعد قوي مع وليد الكراكي مش فاهم ليه يعني قرروا إنه هم يشتكوا للمحكمة الرياضية الدولية عشان اللاعب بتاعهم اللي تخاني مع وليد الكراكي وبعد كده الكاف عقب الكراكي وبعد كده تراجع عن العقوبة فقال لك لا أدام الكاف تراجع عن العقوبة فإحنا هنصعد للمحكمة الرياضية الدولية يا جماعة مكبرين الموضوع ليه ما هي ما خلقات حصلت في الملعب لعبين ومدربين واحتكاكات ونرفازة ملعب وبتخلص الناس في الكونوب واخدنا واخدنا على عصابهم قوي ويقول لك أسلو فيه كلام عنصري ما فيش حاجة مثبتة لا فيديو ولا صورة ولا كتابة ولا أي حاجة إنه الراجل قال تصريحات عنصرية ضد لعب الكونوبة وأنا مش هينفع أنا ماشي في الشارع أقول إيه قاله حقدم بلاغ أقول والله في حد شتمني اشتيمة عنصرية أه إي دليلك ما ممكنكم بتبلع عليه فأنت هتروح للمحكمة الرياضية الدولية هتقول لهم إيه أمكان ما عم بتعقونه أنا هتقول لهم إيه على وريد الريكراوكي دي حكاية النهاردة فيه كالسي الأمم الأفريقية مين كسب يا جماعة كوديفور لسنة عشان دخلت 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 وأنا داخل الهواء بصوا أنا كنت بتعقع كوديفور اللي هتكسب وبالفعل كسبت بضربات الترجيح كسبت مين بقى كسبت السنغال حامل اللقب خمسة أربعة بضربات الترجيح بعد ما تقعد له واحد واحد وكوديفور بالمزاك هتسجلت الهدف الأول تقريبا في ديئة 86 أو 87 80 فرانك كسب من ضربة جزائق حبيب ديالو كانت تقدم من السنغال في ديئة أربعة وكسب سجل في ديئة 86 من ضربة جزائق هدف تعالي كوديفور كوديفور عملت النهاردة اللي بيقوله سكريبت الكورة كانت ماتت ماتت قرويا يعني خرجت من بطولة تقريبا وفجأة لايت نفسها فحسن توالد وصعد صاحبة الأرض والجمهور صاحبة الأرض والجمهور كوديفور تستكمل مشوارها في البطولة على حساب مين على حساب منتخب السنغال حامل اللقب حامل اللقب السنغال ايه حامل اللقب يعني احنا لما خرجنا السنغال خرجت لا سيبنا هنا ولا سيبنا هنا نكمل البطولة ورانا نكمل تصفات كاس عالم ورانا نخرج من كاس الأقام الأفريقية ورانا تميمة الحظ ليه ومحنا تقريبا يعني خرجنا خرج بس هكت حاسي كوديفور هتكسب بسكريبت الكورة ده بصراحة سنغال اقوى طبعا بس كوديفور النهاردة هشوفت شوء تاني لها منبرة جيدة جدا يعني طيب ايضا النهاردة كاب فردي تجهة احلام المنتخب الموريتاني غيرا منتز يسجل هدف في وقت قادل جدا في ديئة 88 وتفوز كاب فردي وتكمل مشوارها في البطولة حتى دور السمانية موريتانيا عامة اداء رائع جدا ومستوى كبير جدا ومشروع حقيقي جدا للكورة الموريتانية والواحد صعبال عليه خروج الموريتانيا ولكن يعني الوصول لدور الستاشر في حد ذاته كان انجاز كان ممكن يكمل لكن كاب فردي انها حد تانية برضو واحدة من اهم اهم مفاجئات هذه البطولة كاب فردي تستمر في هذه البطولة ولسه المفاجئات قائمة في كأس الامم لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيشرفني وينوارني الكابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم محلل رقم 10 وايضا زميل عزيز محمود شاكر محلل رقم 10 خليكم معنا يعني بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينوارني كابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم كابتن اسامة بنوار الدنيا ربنا خليك كريم انت بنوار الله خليه كله حلو الحمد لله يا رب دايمين وايضا صديقنا العزيز محمود شاكر صاحب اللقطات الجامدة جدا ازاك يا حبود ازاك يا كيم اخبارك ايه كله تمام مبسوط اني موجود طبعا معاك ومع كابتن اسامة وارد لك اكيد لمنتخب مصر وكل مصر انا شفت اللقطات الجامدة اه بس اتفاهم احني الواحد طبعا في لقطات كتيرة نفسك تبال لقطات حلوة اه طبعا لان في الاول وفي الاخر يا كريم الكرة هاي اللي بتجمع بتجمعنا كلنا كل واحد بينسى الاحمر والابيض والانتماءات كلها بنبقى بنكتمع لحب منتخب مصر ممكن نقعد ننتقد ممكن نقعد نقول لا يا جماعة المتخب في مشاكل بس اول ما لمطش بيبتدي كلنا بنقعد وبنتنشن وبنبقى عاديين مستنين اللقطة ومستنين الجون ومستنين الكرام بكل ما حصلش وما حصلش للأسف للأسف بالسألة مش مع محمود في الموضوع ده ليه بقى ان احنا بننسى الابيض والأحمر اه وده موضوع مزعاني جدا للنهاردة اه لا في حالة غريبة جدا في الميول للجمهور المصري ودي انا اول مرة اشوفها الحالة اللي احنا موجودين فيها ان الانتماء للنادي بقى اقوى من الانتماء للمنتخب ودي حالة جديدة على الجمهور المصري في التشجيع الكرة المصرية دايما كانت الناس في كل البطولات وشوفنا ده كتير يا كريم وشوفنا في بطولات كبيرة لمنتخب مصر الناس ازاي بتنسى فعلا لون التشيرت ما بتشوفش غير اللون عالم مصر اه لا فيه دلوقتي اتجاهات وفيه ميول كبيرة جدا اه للجمهور المصري في لون التشيرت على اه حساب المنتخب مشكلة بقية مشكلة الجمهور لا مش مشكلة الجمهور المشكلة في حاجات كتيرة جدا في منظومة الرضية في مشاكات كتيرة جدا أنا عارف واصق وأتكلم معاك في هذا الأمر بس لو حتى هنتكلم وهنلوم الجمهور في أي حاجة فهو آخر من يلام تتطفق أم تختلف لا أنا معاك آخر من يلام هو الجمهور يعني في ناس كتير تلام قبل الجمهور لا ده موضوع طبيعي طبق أي حد في وضع المسئولية هو من يتم اللوم عليه صحيح إنما أنا بلوم النهاردة الجمهور لأن إحنا كان دايما الجمهور هو المساند الأول للمنتخب المصر ولكرون مصر طيب تفصل بإيه الإخفاء الكبير لا بفصلون فيه توجهات إعلامية للأسف شديدة جدا هي اللي بتخلي الناس تبقى عندها ميول للنادي ورغبة في انتصارات النادي على حساب المنتخب أنا مش مهم بقى عندي حاجة دلوقتي حد يكسب زي ما ندية يكسب ودي مشكلة مشكلة لازم الناس ترجع تبقى فاهمة إن التشارت المنتخب مصر هو الأول وبعد كده لون التشارت النادي اللي أنا بشجعه في المقام التاني ماشي اتحاد الكرة تمام؟ لا متقدرش متقدرش تقول ده متقدرش تقول إن اتحاد كرة تمام متقدرش تقول إن المدرب تمام متقدرش تقول إن ما فيش خلل في المنظومة الرياضية ومتقدرش تقول إن للأسف الشديد بعد اللي إحنا بنشوفه من الأحداث في البطولة الأفريقية إن الكرة المصرية بقت بنظام للأسف اللي كنت بتسمع نظار زمان كده في العربيات يقولك السهرة ترجع إلى الخلف فلأسف إن المنتخب المصري بيرجع إلى الخلف بالكرة المصرية ده مشهد إحنا ما اعتدناش عليه ما شفناهوش كتير في الكرة المصرية والفرادة المصرية إنما الأوقات الأخيرة لأ بتدي مؤشر خطر جدا بعدما كل حاجة في البطولة دي عايزة تساعد المنتخب المصري وإحنا مساعدناش نفسي عظيم محمد المجابل مبارح يلام لوم كبير على ضربات الترجيح وأنا شايفه لا يلام والله بص أنا طبعا الأحداث ما قبل المباراة فيها لوم كبير جدا بس أنا طبعا من قبل المباراة مش أثناء المباراة اللي جابل ليه بقى ما ينفعش إن أنا بأي شكل من الأشكال أسمع بانتقال لاعب مش جبل بس بانتقال لاعب وهو مع على زمة المنتخب في الوقت الحالي فقبل المباراة مهمة جدا للمنتخب المصري في التوقيت ده ما تقوليش إن اللعيب ما بيسمعش ما تقوليش إن اللعيب ما بيتبعش ما بتقوليش إن اللعيب ما بيحطش ودنه بشكل كبير جدا مع السوشيال ميديا اللي موجودة في كل وسائل الاتصال بيسمع كتير وبيشوف وبتبقى خلاص بقى فيه رغبات بين التعاقد والذهاب لنادي كبير بحجم النادي الأهلي أو النادي الزمالك الاندية الكبيرة اللي موجودة في القمة أي لعيف في مصر بيحلم أن يلعب في الناديين صحيح فدي كلها حاجات أعمال تؤثر تؤثر أنا بس في النقطة أنا هجي لك محمود معاشي عشان أجي لك برده محمد أبو جبل في الإزازة محمد أبو جبل دلوقتي لاعب محترف صح كده ليه وكيل أعمال في نادي اللي هو البنك الأهلي اللي هو موجود مع محمد أبو جبل لو لا يراح يتفوض مع نادي البنك الأهلي ولا يتفوض مع اللاعب مع وكيله تمام؟ إيه مشكلة محمد أبو جبل في المناب هو لاعب محترف ولو على الخبر النازل فالخبر لم ينشر بشكل رسمي ده كانت تسريبات صحفية وعلامية فين الغلط اللي على أبو جبل أو حتى على النادي الأهلي أنا ما قلتش غلط لا على جبل وعلى النادي الأهلي أنا بأتكلم على التأثير اللي ممكن يتحط على لعيب الكورة مش على محمد أبو جبل بس وبالأخص في مركز حراسة المرمى في توقيت زي ده للمباراة ده توقيت بشكل يعني خلينا نتكلم احنا تكلمنا قبل كده في توقيت إعلان إصابة محمد صلاح وصفروا العلاج إلى ليفربول صح؟ احنا كل الناس انتقدت التوقيت اللي حصل في الإعلان محدش عنده مشكلة خالص أن محمد صلاح كان يسافر يتعالج في هذا التوقيت بعد مباراة كاف فيوردي لإنجلترا عشان يكمل علاجه محدش إعلان من ده خالص إنما الناس زعلت ليه عشان التوقيت اللي تم فيه الإعلان ولا غلط الكلام؟ طيب النهار ده نفس الشيء برضو في التوقيت الخاطئ اللي بيتم أنا ممكن أتفاوض أتبحث مع النادي البنك الأهلي كنادي أهلي عشان أخذ محمد أبو جبل باش التوقيت بتاع ان احنا نتكلم في الموضوع أو يتم إعلانه أو يتم تصريبه ما كانش مناسب بالنسبة لتوقيت المباراة محمد أبو جبل قبل المباراة اتكلمنا اتكلمتوا مع بعض اه كان قالك حاجة عن الموضوع لا ما كانش في التوقيت ده كان قبلها بيومين ثلاثة كده بعد إصابة الشناوي طبعا قلت له ايه وقالك ايه ساعته الأخبار طبعا طميني على حالتك وعلى حالة المنتخب يعني هو كان مركز وكان شغال بيقوله بيتمرن كويس ومركز كويس إن إن شاء الله يبقى فيه حاجات إيجابية للمنتخب المصري في البطولة وكنت بوصي يعني إن الشعب محتاج أو الجمهور المصري محتاج بطولة عشان الناس ترجع عليها البهجة للكرة المصرية هو كان طموحه كان طموحه بطولة وكان بيحلم إن هو يكون واحد في المنظومة هو بيلعب طبعا هو كده كده معاهم واحد في المنظومة هو بيلعب إن يكون في بطولة وبالأخص الناس النسخة الأخيرة لبطولة أفريقية كانت تحمل لابو جبل حاجات كتيرة إيجابية منها المباريات اللي قدها بشكل كويس منها ضربات الجزاء اللي أنقص فيها المنتخب المصري في بعض المباريات اللي وصلنا فيها لضربات الجزاء فكل ده كان جوة محاطه وجوة أهدافه إن يكون موجود فيها بشكل كويس دي في اتجاه بس برضو في اتجاه آخر إنه بعض الناس حملت أبو جبل جزء كبير جدا من إهدار ضربات أو يعني عدم تصدد ضربات تريح أمس في مباراة في المباراة المبفروض كان مبفروض منتخل مصري الأفضل فيه أو يعني المبفروض كان يبقى الأفضل فيها مش الأفضل فيها مباراة الكون والديمقراطية وشايلوه الليلة من الآخر يعني طيب خلينا نكون صراحة أنا في الأول في الآخر يا ركلة الحظ الترجحية ولكن في مقاومات وفي يعني بوادر كده تعرفك إن الجون مركز ولا مش مركز مباراة مصر وكاب فيردي خلصت يوم الاتنين اللي فات كل مصر عرفت أو كل القرى عرفت إن محمد أبو جبل هيلعب الموتش بعد 6 إيام التجهيز النفسي التجهيز الفني التجهيز المعنوي مفروض يبقى على أعلى مستوى لأن محمد أبو جبل ما نزلش في آخر الشوت التاني زي ما حصل في المباراة بتاعت سنة 2021 لما نيجي نبص على أداء محمد أبو جبل في ضربات الحظ الترجحية وتشوف الأداء السيء بتاعه من وجهة نظري ونيجي نستعرض الكور محمد أبو جبل اتشاط 9 ضربات جزاء راح مع 8 ناحية اليمين ودي ياخدنا لقصة الإزازة يا دي الإزازة اللي مجننا الناس كلها من المباراة وهي ايه موضوع الإزازة والموضوع ده قطرة بحثة من المباراة والناس بقت مختلفة هي الإزازة مكتوب عليها اتجاه التصويب اللعيبة ولا مكتوب عليها كل اللعيبة عدلته أنا جمعتلك يا كريم التسعة ضربات جزاء اللي اتلعب على منتخب مصر هذه أربعة أولانيين عندك كل واحدة محمد أبو جبل بيترمي عليها على اليمين على الشمال إلا واحدة بس اترمي عليها على اليمين اللي هي طلعت برا اللي ضعت منه ما طلعت فوق الجول شوف الصورة اللي بعدها كل كورة محمد أبو جبل بيترمي برضو على الزاوية اليمين تعال بقى نشوف الكورة الوحيدة اللي راح فيها في الزاوية اليمين وتشاط في الزاوية اليمين ما جابهاش فاحنا هنا راح مع كل الكور والكورة الوحيدة اللي اتشاطت على يمينه ما جابهاش تمام لحظة بس اخلت شرك بقى على موضوع الازازة نشوف صورة الازازة تعالي بقى على الازازة ماشي هنا مكتوب لعيب رقم 7L رعيب رقم 8L رعيب رقم 2R الاختلاف هنا ما بين الناس من المبارح هو L دي معناها ان هو شطها في الشمال ولا L دي ان هو أشوال و2R دي ان هو شطها على اليمين ولا هو اللعيب ايمن بالضبط جدا انا توقعي واللي عارفه واللي سألت عليه في محالين اداء حراس المرمى ان دي عدلة لعب كل واحد بقى امرت ايه تعالي نشوف تعالي نشوف مثلا الصورة اللي فيها لعيب رقم 7 مكتوب 7L يعني يلعب بشماله نشوف الصورة لما نيجي نشوف الصورة بتاعت ضربات الجزاء بتاعت اللعيب رقم 7 هتلاقيها في الاربع صور اللي احنا حطينه اللعيب رقم 7 هوا لعب الكورة بشماله على يمين محمد على شمال محمد ابو جبل ومحمد ابو جبل طرعا اليمين تمام؟ عشان نخللنا نفصلصة واحدة واحدة كده لفت ولفتة هاي بالضبط اتجاه ورجل كده بالضبط نشوف بقى الصورة التانية بتاعت الازازة نرجع للعيب مسل رقم 2 هتلاقي اللعيب رقم 2 R يعني بلعب بيمينه مش نشوف بقى الصورة بتاعت بالضبط لعيب شوفوا لعيب رقم 2 نشوف بل الزبط لأ الصورة التانية الصورة التانية في الكادر التاني او اللعيب الصورة التانية اللي بعدها برضو اللي هي تصدد اللي هي كان عاوز تصددها قادي هوا راجل اللعيب بيمينه على يمين محمد ابو جبل اذا كان فيه مشكلة هل انت ماشي مع الازازة ولا انت ماشي بناءا على توجيهات المدرب الحراس بتاعك او هو على دماغه او على دماغه هنا بقى السؤال يا كريم مش معقولة تسع ضربات جزاء التمانية تروح بيهم على اليمين انت لو متوقع يعني في الاول وفي الاخر فيه طرق كتيرة فيه يقولك واحدة وواحدة فيه واحد يقولك هلعب تلاتة كده واتنين كده انها محمد ابو جبل كل الكور اللي راحه على اليمين واللي جات له بقى يعني كلهم اتلعبوا ناحية تانية اللي جات له بقى على عدلته ما تصددش تعال بقى يقوليك لقطة تانية كانت مستفزة كل الناس يا جماعة مع منتخب مصر يجيب من السنين محمد ده جاول يعمل حاجة زي ما عمل في 2021 تعال بقى شوف مصطفى فتحي قال يعني زيه بقى بص مصطفى فتحي بقى مصطفى فتحي بعد ما جاب الجون التامن ضربة الجزاء التامن مع منتخب مصر امروح لابو جبل قال له يا كسبنا انت بقى يعني اعمل حاجة بقى بص الكدر اللي بعد ايوة يعني لو بيقوله يلا بقى يعني شد حيلك بقى بص هتلاقيه بيقوله يلا بقى أبو جبل يعني مش كده شد حيلك هتلاقي الكدر يعني كلنا كنا بدول كده بالزرط وانفل ايه بص هو مدائع بيقوله كسبنا انت بقى انت عارف بيحمسه ويقوله كسبنا بقى ايه هروح يغبط له على دراعه انا من وجهة نظر يا كريم انت بقى لك 6 ايام عارف انك بنسبة كبيرة هترعب ضربات الجزاء والماتش مصر رايح بيه لضربات الجزاء اداء مستوى محمد بو جبل في ضربات الجزاء كان فيه عدم تركيز كبير جدا وده يرجع نقاسف تاني كل الاحداث اللي حصلت قبل المباراة وانا بقوله هنا ليه يا كريم الواحد متضايق لان ده بو جبل اللي كسب منتخب مصر ماتشين في 2021 كده بوار ضربات الجزاء والكاميرو انصحبة الارض ضربات الجزاء وكان عدد ضربات الجزاء لقى تخطى 6 او 7 ضربات الجزاء النهاردة 9 8 يعني بتروي ترمي في حيطة واحدة وما جبتش ولا واحدة واللي جاتلك على عدلتك ما عرفش تجيبها عالت عدم تركيز من وجهة مصر بص الكابتر وسهل عملي اه عاوز يرد كابتر سهل عملي عنه كتير طبعا طبعا انا عافية انا عافية انا عافية انت اتحيما انا عاجية انت اشتغلت مع محمد ابو جبل لا طبعا طبعا محافظين اللي يقولوا بص طبعا في مدرسة اسمها مدرسة التاكتك في ضربات الجزاء حلو التاكتك في ضربات الجزاء ده اما تكون اللعيب اللي بيخش ما عنديش معلومات عنه ايبا او اللي بيلعب ما عنديش معلومات عنه فتوقع ممكن تكون لا مش توقع في تاكتك ويبقى في تاكتك انا بقوله انا من مدرسة التاكتك مش مدرسة التوقع ان انا اترمي كله يمين او اترمي كله شمال ومغير في واحدة ومواخد فيه الناس تقول لك مثلا خمس ضربات أتريم اتنين يمين وواحدة مش مال وبعدين ما رجعت لا أنا مش من مدرسة دي خالص يعني مدرسة التاكتك في ضربات الجزاء التاكتك يعني إيه في ضربات الجزاء يعني اللعيب ده بيلعب بانهي رجل اللعيب ده واقف إزاي المساحة اللي بين الكورة وبينه وبين الكورة قد إيه في الخطوات اللي بياخدها هل كلها سريعة ولا فيه خطوات بطيئة فيها المسافة اللي بين القرى خمس خطوات ولا ثلاث خطوات كل دي حاجات بتحسب وبند تاكتك لحارس المرمى عشان يشتغل عليها حلو مثلا مثال يعني مثال لو اللعيب ده أشول وجاي بسرعته وعلى مسافة أكتر من أربع خمس خطوات وجاي بسرعته الطبيعي جدا في مركز ثقة للعب أن يحطها على شمال حارس المرمى خلاص ده موضوع منتقل المدرسة الحديثة اللي احنا دلوقتي كلنا بنشتغل عليها خلاص كلنا معلومين لبعض أنا عارف محمود وعارف كريم وعارف كل واحد واتفرج عليه اتفرقت عليك في المنتخب اتفرقت عليك في الناد اللي انت بتلعب فيه اتفرقت عليك في بداياتك في مشوارك ولسه منتش نجم كبير انت بتلعب ضربة الجزاء بأنيه شكل فنبتدي نقيم اللي هو شكل اللي هو مجنن الناس كلها من الفترات اللي فاتت اللي شغال عليها محللين الأداء إنما يعرف ان مدرب خراص المرمى ده محل الأداء مع حارس المرمى بتاعه تبقى لازم مقتنع بده شوفنا زي ما محمود اتكلم في جزء في نص الموضوع مظبوط تماما اللي هو الإزازة اللي مختوب عليها رقم 7L يعني LEFT رقم 8R يعني RIGHT LEFT والريت ده بتاع حارس المرمى يعني انت ده هيلعب على يمينك ولا هيلعب على شمالك بمعنى أنا شفت كريم دلوقتي وهو بيلعب ضربات الجزاء جبت له مجموعة عشر ضربات جزاء من بداياته لحد نهايته من بدايته منه هو بيبدأ لحد نهاية مشواره المنتخل هو بيشوت أكتر بالنسبة الدئير سبعة مثلا ناحية الشمال تلاتة ناحية اليمين فخلاص احنا خدنا قرار انه هو هيلعب الكورة ناحية الشمال فانت مع تطور الحديث في كورة القدم بعدما تم ان الكورة وزنها خف ان القوة العضلية للعيبة الكورة بقت مفرطة الامور دي كلها بقت مخلية الرتم او سرعة الكورة سريعة جدا بالنسبة لحرس المرمى محمد ابو جبل امبرح اجاد ولا ما اجادش لا ما اجادش لا الاسباب اللي احنا اتكلمنا فيها في بداية الحوار صحيح لا وفنيا يعني اسيبك من حال فنيا ما انا بتكلم ليه انت النهاردة في عدم تركيز انت معاك المعلومة اما تبقى معاك المعلومة وما تنفزهاش دي في مشكلة صحيح في خلل هنا في الفكر يعني هنا الموضوع مش ماشي بالنمط الطبيعي اما يبقى عندي معلومة انا بقولك اما تتجي ناحية اليمين هنا في مطب فانت تصر ان انت تتجي ناحية اليمين في المطب يبقى هنا في حاجة مش مزبوطة صحيح هنا عنده المعلومة على الازازة موجودة وحاجة يعني من المواقف احنا في احدى المباريات اللي احنا كنا بنلعب فيها في بطولة الكاس وانا قدام واحنا معنادي البنك الاهلي قدام طلاق الجيش وانا بنلعب بطولة الكاس كان تقريبا نفس السيستم الفكري ده احنا كنا شغالين به وكان معنا واحد من الشباب بتاعهم قال قط اللبس معنا وعشان طبعا الموضوع ما يبقاش معروف للفرق معروف للكلام ده خلاص هو ذكره بشكل كويس وما بقوط له وذكره كويس ابو جبل كان ينقض كل ده شمال دايمين ايه يبقى عندنا المعلومة حضرة وجهزة فده موضوع طبيعي جدا فهو كان عنده المعلومة جهزة ان ده حيلعب في الشمال يبقى انا علي ان انا اثبت وقت قلزة ما بيقوله بلغة الكرة لحد دما الراجل يخش عشان يبتدي يلمس الكرة وناخد القرار في قوة اللعب الكرة هو غير في الاتجاه لدي بعض اللعيبة بتبتدي تغير نايا بدل ما تبقى في الشمال قوي ومحطت في نص جنس سنة فيبقى انا لسه تقدر رجلي تساعدني في صد ضربات الجزاء انما في اخر المشهد هو محمد ابو جبل ما اجادش بشكل كبير كان فيه حاجة مش مصبوطة في حتة تقنية لضربات الجزاء انت بتقولين ده ساوه احساسا الشخص بيه اللي ده يكون هو احنا ستبكملين مع حضراتكم مع كابتن عسامة عبد الكريم ومع صديقي عزيز محمود شاكر بعد اعزال فاصل نواصل خليكم معك يا عرب احضاركم مرة اخرى السبب شرفني ومنوارني كابتن عسامة عبد الكريم وصديقي عزيز محمود شاكر محمود قبل نخش الهو تاني انا عايز اعمل مقارنة بين كالوس كيروش وروي فيتوريا والمقارنة دي بتحصل من امبالح كالوس كيروش كان معنا يا جماعة وصلين فاينال كاس الأمم ولت عليه وحش انا شفت النهاردة الناس كانت بقى تويتر حتى جاتبالي انا قلت له والله كان حسارة كالوس كيروش نفس الناس اللي كانوا بيقولوا لازم يمشي واحنا ده انا وحش وانا كنت من الناس دي بس هو في الاول وفي الاخر احنا اسفينا كيروش قبل ما نستعرض لاركم احوز بس اكلمك في حاجة في موضوع كيروش كريم هو مش معنى ان احنا خدنا 2006 2008 و2010 عملنا الانجاز التاريخي ده يبقى معناها ان احنا عندنا سيستم او ان احنا عندنا كل حاجة ماشية صح حاجة استثنائية ما تخلقاش قاعدة احنا كان عندنا لعيبة افزاز لعيبة تعرف تعملك الفارق في جيل استثنائي تاريخي ولو منتخب مصر كان راح كسل عالم 2018 مع كيروش ولو كان كسب كسل امه افرقية على السنغال في النهائي ده مش معناها ان احنا كل حاجة عندنا ماشية صح انا احترامي كامل لكل الكلاب بس القصة ان كيروش انت مقاومتك ايه امكانياتك ايه يا جماعة انا هلعب على قدها عاوزيني اللي بلعب كرة حلوة بقى انا اكتر فريق او اكتر تالت او رابع فريق في البطولة دخل في اهداف منتخب مصر اما نيجي نستعرف الارقام في البطولة 2021 منتخب مصر لعب اول مباراة ناجيريا هاتول الارقام يا شباب تاني مباراة سودان تالت مباراة غينيا رابع مباراة كودفور خمس مباراة المغرب سادس مباراة الكاميرون سابع مباراة السنغال لعبت فطحلة دخل فيك كم جن دخل فيك جنين بطولة 2024 لعبت موزنبيك لعبت غانا في اسوأ نسخة المنتخب غانا شفتها في حياتي لعبت كاففردي فريق يعني لسه بيقوله ما فريق جامد لعبت اركونغ دخل فيك سبع اهداف في اربع مباريات وفي سبع مباريات مع كارلوس كيروش سبع مباراة دخل فيك هدفين ولعبت مين الفطحلة فهنا يرجعنا النقطة يا جماعة القصة مش قصة انا انا اعاوز منتخب مصر لعب كرة حلوة يا جماعة ما احنا ما كناش بنلعب كرة حلوة عطول وبنكسب كرة حلوة عطول انت كان دايما عندك لعيبة افزاز وعندك مدير فني طبعا تاريخي زي كابتر حسن شحاتة فقط اللبس ومسيطر على النجوم دي كلها فجاء في وقت استثنائي حصل الموضوع ده عارف ده يا كريم ياخدنا لإيه ياخدنا ان احنا يا جماعة لازم ما نتحكش عن نفسنا عندنا مشاكل كتيرة جدا لما تيجي تبص فرق الناشئين منتخب مصر هجيلك على المشاكل دي بس بيه حتة عايز زودها بس بيه حتة عايز زودها ما تنساش انه خلص كيروش يمكن بقى كاسيونة الأفريقية يدخل فيك هدفين بس قدام كله المنتخبات العظيمة دي تصمن عنده أكرم توفيق تصمن عنده حجيزي تصمن عنده الوينش تصمن عنده محمد شناوي تصمن عنده محمد أبو جبل يعني خاطة الدفاع بحراس المرموص ودخل فيه هدفين بس وزيدك من الشعر بيت قايمة منتخب مصر بتاعت 2024 هي أقوى قايمة لمنتخب مصر من 2010 مصطفى محمد فمع كيروش ما كانش بالقوة دي عمر مرموص ما كانش بالقوة دي محمد صلاح كده كده كان زي ما هو محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم كان لسه فيوتشر وما كانش منور كده محمد شناوي كان لسه زي ما هو لأ كان عندك فريق المراضي منتخب مصر عنده أسامي يعني ما كانش بالقوة دي فإحنا هنا نرجع نقول يا كريم يا جماعة إحنا لازم نحط الأول أسس المشكلة فين ونبدأ نتعامل عليها لما يجي أقول لك يا كريم السيستم موجود فين لما تشوف أنا آسف يعني منتخب الشباب مع كابتن ويل الرياض منتخب اللي كان موجود مع كابتن محمود جابر هو حد كان عارف البطولة اللي اتعاملت في مصر من 8 شهور دي اللي منتخب طلع في يوم الدور الأول في مصر عرفنا يوم المتش إن منتخب مصر بيلعب قولي اسم لعيب واحد من المنتخب ده بيلعب في الدورة دي الوقت المتقلق سيبك من دي ميكالي الراجل المدير الفني الرائع اللي من وجهة نظر في الدين فني رائع وعمل إنجاز كبير مع منتخب الأولمبي كم لعيب من منتخب الأولمبي مع فيتوريا ولا لعيب عندك أسامة فيصل اللي كان مناور شوية هو براهيم عادل براهيم عادل متعور أسامة فيصل ما نضمش أنا كان بالنسبة لي أسامة فيصل كان ممكن يخدش مثلا مكان أحمد حسن كوك فاتة بتتكلم يا كريم يا جماعة مش معنى ان احنا أصل الكرة يقول لك منتخب قصة بتاعت احنا رجالة ونلعب جامد لا أجماعة يا كرة مش كده كرة مش خناقة يا كرة مش خناقة فيه فرق ما بين نلعب برجولة وبرعونة دي حاجة تانية مودريتش وكروس اللعبة دي لا بتضرب ولا بتكسر ولا بتعمل كرة هنا وفي نفس الوقت كرة من القلب بس بصراحة يعني الواحد أسفيد لو من الواحد مفاعل شوية لو في الأول في الأخر والله الواحد بيحب منتخب مصر سأعيز أقول لك على نقطة مهمة جدا فضل لك محمود تكلم في نقطة فنية اللازم للناس تاخد بالعمل فضل لك لكل مدير فني استراتيجية في العمل استراتيجية في العمل في الشكل الهجومي مع تيم وفي الشكل الدفاعي صح الشكل الهجومي فيه شقين مدرب ولاعب الشق الهجومي الشقين اللي فيهم يعني مدرب يعني أنا بأعمل جملة خططية بتشوفها بتتكرر في الملعب صح فيه اللعيب بيلعب دماغه كويس لعيب شويط لعيب روخ كويس بشكل جيد فهنا احنا في المنتخب المصر مع فاتوريا شفنا الشكل بتاع اللعب فقط ما شفناش الشكل الهجومي الشكل الدفاعي والمنظومة الدفاعية كلها كلها بتاعت مدرب جزء جزء أكبر اشتاوه برضو من إمكانيات اللعبين بس يعني لا مش إمكانيات اللعبين خلي بالك في الشكل الهجومي إمكانيات اللعبين مع مدرب صحيح إنما في الشكل الدفاعي التنظيم الدفاعي يخص المدرب لأنه هو الوحيد القادر أنا بختار منتخب لعيبة منتخب يعني لعيبة جاهزة فنيا يعني أفضل لعيبة موجودة عندك في القرى المصرية في مية وعشرة صحي كده فنت كده عندك اللعبة الكويس فعندك الكواليتي الكويس فده ما فيه شزار إنما أنا اللي بخلق المنظومة الدفاعية وبحفظ اللعيب عليها بشكل جيد فتخص المدرب الوحد فهنا أمانيجن إيس لازم يبقى هنا بعيدا عن المقارنات أنت هنا ما نجحتش في الشكل الدفاعي وفي الشكل الهجومي أنت نجحت بالفروق الفردية للعيبة اللي معاك مش بالشكل الخطط اللي أنا بشتغل به فده نقطة لازم نبقى كلنا عشان الناس اللي بتقعد مش وقت ده بالها يعني إيه أنا جبت لك لقطة قبل كده وإحنا بنحل الماتش كافيردي ووريتك الشكل الدفاعي اللي عليه كافيردي حتى أنت قلتلي ده بالألم أربعة واحد أربعة واحد الصورة صح إحنا إنت شفت في ماتش المنتخب مصري هل الشكل ده موجود؟ لا طيب إنت لما تيجي تشوف أن فيه تلت أهداف حصلوا عليك إنت أتمنى أن الأستاذ أحمد الدرمالي يجيبهم لنا تلت أهداف دخلوا عليك من رمي التماس ده كارسة كبيرة جدا يخش فيك جون من الكنغف من رمي التماس وإحنا وقفين بنتفرج خمس لعبين وقفين بيرفعوا قديهم ومش معانا في الحدوطة خالص بشكل كبير أتفرج على كام لعب بيرفع إيده من المنتخب مصري ودخلت فيك هدف في ماتش كابفردي بداية الهدف الأول ليهم كانت من رمي التماس ده مباراة تغانا برضو من رمي التماس فما يخش فيك ثلاث أهداف من رمي التماس وأنا مش واخد بالي أما يطلع المدير الفني للكونغو ديصابري يقول أنا عارف المشاكل الدفاعية وقالت عليها وأن المنتخب المصري غير طريقة لعبه مرتين ثلاثة في البطولة فأنا أحافظ كل صغيرة وكبيرة لا إحنا للأسف الشديد مصر فيتوريا ما حضرش كويس مع المنتخب المصري ما حضرش اللعيبة بشكل كويس جدا زي ما محمود قال عندنا مجموعة من اللعبين هايلين ومميزين بشكل كبير بس أنت معرفتش تستغلهم معرفتش توظفهم معرفتش تاخد منهم أفضل ما عندي كل لعيب معرفتش تقفل على المنتخب بكل تفاصيله ودي نقطة مهمة جدا وفيه فرق كبير جدا يا كريم في الأول وفي الآخر لازم الناس تبقى فهماها بين المدرب اللي بيشتغل على مستوى المنتخبات والمدرب بيشتغل على مستوى عندها واللعيبة الدولية واللعيبة الدورية اللي بتلعب في الدوري كل حاجة لها ما يناسبها لازم تعرف ده إن فيه فرقات كبيرة جدا في المقام ده صحيح هنستم كميين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معا الفاصل كده الكابتر غسيمة ومحمود الشاكل يقولي هنقولك حاجة إيجابية ففرحت وامبسط مش هارجاوا في كلامهم دلوقتي ولا بس حادثتهم مش هارجاوا في كلامهم ترجع في كلامك؟ لا لا لسه فيها حاجة حلوة يا كريم بصراحة البطولة دي برغم كل السوق اللي كان عليه أداء منتخب مصر ولكن لما نيجي نسأل بعض كده مثلا في مبارات مبارح هل أنت شفت حد أسر؟ هل شفت حد ما بيلعبش أكتر من المجهود بتاعه؟ فهنا ده ياخدنا المشكلة إن فيه مشكلة فنية أنت مش عارف تأيّف اللعيبة بتاعتك ماشي بالظبط فيه أربع أو خمس لعيبة اللعيبة دي لازم تاخد حقها عشان من مبارح لحد النهاردة وحق كل الناس إن المنتخب بتقطع جامع صحيح فيه أربع أو خمس لعيبة هنبني عليهم علشان سنهم علشان أداءهم علشان يعني التفاني اللي كانوا بيعاملون لمنتخب مصر رقم واحد مصطفى محمد مصطفى محمد هو أفضل لعب في جتولة كاس الأمة أفريقية 2014 لحد دلوقتي من منتخب مصر مصطفى في البطولة كلها في كل الفرق يا كريم الراجل اللي جايب أربع هداف وعمل أسست الجون الأولاني اللي هو داربة الجزاء بتاعت مباراة موزنبيكة في ديال الأخير تطور مصطفى محمد في خروجه من خارج التمنتاشر والتزديد واللعب كل اللي بقى اللعيب شبه متكامل والناس اللي بتكلموا عن مصطفى محمد وعمر زاكي مصطفى محمد يعدي عمر زاكي بكتير جدا يعدي جدا جدا فرق ما بين مصطفى محمد وعمر زاكي هنا عقلية مصطفى محمد حصله دروب في جلط أسراي وراح ورجع وإعراطه وراح شوك بيكسر الدنيا في نانت التطور بتاعه كلام ده كل لعيب رقم اثنين إمام عشور إمام عشور 24 سنة زاكي زاكي مصطفى محمد إمام عشور لو زبط الحتة دي شوية مقاومات وإمكانات إمام عشور اللي بيلعب في الدور المحل المصري لما ياخد الكرة ويزق بالعشرين والخمسة والعشرين يارضة ويلعب برجل يمين والشمال ويعمل التاكل في كل حتة في الملعب في مباراة غانا تبني عليه تبني عليه كتير جدا 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 اللعيب الثالث وهو طبعا يعني لا غنى عنه بعد كده بشوف منتخب مصر عمر مرموش عمر مرموش 24 سنة نجم من نجوم منتخب مصر ويستحق الإشادة بشكل كبير جدا يجي بقى الرابع هو محمود حسن ترزيجيه كريم اللي هيبقى أكبر واحد فيهم في السن 29 سنة ولكن ده اللي هنبني عليه هو ممكن يكون من الناس القائد لمتخب مصر قدام طبعا بعد اعتزال محمد صلاح وبعد اعتزال أحمد حجازي أو لسه بعد عمر تول مبني على محمود حسن ترزيجيه اللي تأثيره هو أكتر لعب مؤثر في منتخب مصر في كل المباراة الإقصائية كاس عالم 2018 هو اللي جاب لك ضربة الجزاء مباراة غنى اللي كانت في مصر كسبنا اتنين واحدة هو اللي جاب ضربة الجزاء مباراتين الأولانين منتخب مصر في المجموعة هو اللي نزل وعمل ضغط وهو اللي كسب منتخب مصر دول الأربع لعيبة معهم طبعا زيزو معهم محمد عبد المنع مينفعش يعني ان محمد من قبلها موضش جامد جدا على فكرة مبارح وزيزو هيجي مع الوقت فاللعيبة دي لازم تاخد حقها بصراحة لأن الزعل مخلي الناس مش واخدها بالها من حتة دي وبجد تحية كبيرة أو مصطفى محمد عاجبني أوي وتحية وتحية بيها ليك يا محمود ان انت اشارت اللعيبة دي تحديدا عشان الطبيعي وسط الزعل بتنسى الحلو بس دولها عمروا حاجات حلوة عظيمة لا سمعني كده هو قال ايه الاسماء كده قال مصطفى محمد وقال امام عشور وقال مرموش تمام وقال محمد عمان انت بتتكلم في 80% من الخمس اسماء يعتبر 80% من لعبة المنتخب الولمبي اللي كانوا معنا لعبوا معنا في بطورة افريقيا ولعبوا معنا اولمبيات فمعنا كده ان فيه هنا مدربين مصريين يقدروا يعملوا حاجة ويطلعوا اجيال للكرة المصرية طبعا كابتن شوق غريب كان المدير الفني لهذا المنتخب فهنا فيه جيل محترم موجود وفيه اسماء ملعبتش موجودة بره في السن المناسب اللي تقدر تبني عليه في اللي جاي طبعا الجيل بتاع منتخب الولمبي اللي حقق بطولة افريقيا 2019 واللعب اولمبيات 2020 اللي هي كان في توقيتها عشان ظروف الكورونا 2021 في توكيو في اليابان الجيل ده فيه مجموعة لعيبة قويسة جدا تقدر تبني عليهم في اللي جاي المحترمة اللي قادرة تشيل وتحمل اسم منتخب مصر بتشرط منتخب مصر لأ دي حاجة كلها فيها حاجة حلوة زي ما قال محمود فموضوع بسيط جدا عظيم الحاجة التانية بقى اللي من وجهة نظرنا واللي أنا بتمنها يا رب نرجع تاني نرجع تاني لاكتشاف المواهب طب اكتشاف المواهب ده نقدر نعمل فيه ايه كرة مصرية احنا 110 مليون نقدر نكتشف المواهب اه نقدر طب نقدر نعمله ازاي كان عندنا حاجة اسمها دور المدارس دور المدارس ده ياما افرز لعيبة كويسة جدا للقرى المصرية صحيح ياما طلع لعيبة كويسة جدا طب اما نطلع لعيبة دي في دور المدارس نعمل ايه كان فيه حاجة عندنا اسمها مدرسة الموهبين اللي هو ندخل اللعيبة الموهبة اللي عندنا بشكل كبير ومدرسة الموهبين دي طلعت فاروق جعفر وطلعت محمود الخطيب طلعت نجوم كبار للكرة المصرية نقدر نطلع نعلمهم صح نشتغل على عقليتهم صح نقدر نعمل أجيال للكرة المصرية صح وده الحاجة الحلوة اللي في البلد دي ان احنا دايما بنفكر وفيها ناس بتعرف تفكر وفيها ناس بتقدر تقول ايه الحاجات الإيجابية وفيها ناس مبدعين نجيب كل واحد ما يناسب كل مكان ويشتغل في المكان اللي ناسبه عشان نطلع أجيال محترمة للكرة المصرية كابتن أسامة شرفت ونورت أنا سعيد جدا بتعرف الحراك معي النهاردة شكرا للك شكرا للمشاهدة كريم احنا لما بنيجي هنا وبنجتهد وبنجيب القطاط وبنجيب صور وبنحاول نطلع بأحسن حاجة علشان ده بيليء بمشاهد رقم 10 بيليء بمكانة كريم رمزي مكان ده أنا بعتز بيه جدا والله العظيم يا كريم مكان ده أكيد ده فضل كبير علي وفزوري وفقود زيك وطبع فريل الإعداد اللي من غيرهم الواحد مكنش يعرف يعمل أي حاجة فبأجيه لك التحية دايما يا كريم عشان المكان ده غالي جدا لا والله خامس لا يعني أبي جد والله يا كريم والله الواحد معاك انت بيحاول يعمل أفضل شيء عشان مشاهد مشاهد كريم رمزي مشاهد رقم 10 ما يفعش يتفرج على أي محمود بتشرف دايما وبتنور ودايما سعادة ودايما إضافة الرقم 10 شكرا بشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى بشكرك شكرا جزيلا كابتن أسامي ربنا أخليك كريم شكرا ختم حليتنا النهاردة من رقم 10 وحمود شاكر زباطنا في الآخر كده كالبيت الحلويني إننا نرواح ننم بيهم إن شاء الله شوفكم يا رب على الف خير شكرا جزيلا